اليوم المستوطن الموجود هو جنين كان في أحشاء الصهيونية المؤسسة تريد أن تأخذ تستكمل الصهيونية حتى النهاية من خلال ضم كل مناطق الضبط لأنه هي قلب أرض إسرائيل لازم تتفجر الأوضاع لازم أدفع باتجاه مواجهة مباشرة مع الفلسطينية اليوم الإسرائيين مش بحاجة لهذا الضم المستوطنة ضمت إسرائيل هذولة اللي قاعدين بيشتغلولي على الاستطان الرعوي كيف عم بيهددوا وجود الفلسطين بمناطق جير وكيف عم بيهددوا أنه يسيطر على كل 62% من المناطق طب لما بيجي مستوطن بده يسكن كيف بيختار المستوطنة؟ حسب شو بده؟ إدارة الضبط الغربية ككل تتم نخلها لعملية تقاسم أدوار ما بين المستوطنين وما بين الجير أشفت بغضب كبير جداً على السلطة كيف أنا مش عم تقدر تعمل أم مش عم تعمل إشي كيف كان التسجيل اليوم؟ لا أنا كتير كتير مبساطة بالتسجيل اليوم وحسنت أنه قدرت أروح أعمل هيك تجوال وترحال من الشخصي للمجتمعي للسياسي للعام وهذا إش أنا كتير بحب أنا بحب أنه أنا أربط دايماً بين التجارب اللي إحنا عشناها لأنه إحنا ناس لا مطل على الحدث إحنا جزء من الحدث وإحنا بنصنع الحدث مراتي كتير فبالتالي عملية التجوال هاي بين كيف المعيشة والمشاهدة والخبرة اليومية اللي بنعيشها وكمان تحليل ومحاولة مفهمتها وتأطيرها أنا براي كان كتير شيء جميل ومكثير كتير مبساطة بالحلقة هنيده نجحنا نعمل مرجع مستوطنات 101 لمستوطنات الضف 101 بهذه الحلقة بتأمل جداً بتأمل جداً إنه نجحنا شكراً كتير هنيده يعطيك ألف عافية مرحباً وأهلاً وسهلاً فيكم في حلقة جديدة من بودكاست تقارب معكم أنا أحمد البيقاوي وضيفتي لليوم العزيزة هنيده غانم عنوان حلقتنا لليوم رح يخوض بالاستيطان المستوطنين والمستوطنات بشكل أساسي خلال زيارتي القريبة جداً المؤخرة لفلسطين بعد انقطاع شفت مشاهد ما كنت شايفها من قبل شكل تمدد مستوطنات ما كان موجود شكل بنى تحتية ما كنت أتخيل إنه ممكن يكون موجود تحديداً في منطقة حوارة بشكل أساسي مستوى شجاعة وجرئة المستوطنين هذا معاهدنا من قبل أبداً وسابقاً كنا دائماً نشوف المستوطنين أقل شجاعة وأكثر خوفاً حتى خلال وقوفهم عند محطات الحافلات اليوم عم نحكي على أجيال جديدة فتيان شباب أو أولاد صغار حتى من تلاقي مسج موجود على شوارع على مجموعات الطرق اللي هي بتابع الفلسطيني منها أحوال الطرق حرفياً بكون مكتوب أولاد بسكر الشارع أو أولاد برمحجار على السيارات شكل الشجاعة هذا جديد علينا ما كنا نعرفه ما كنا نعرف المستوطنين بهذا الجرأة وما كنا نعيش يوم من الأيام أو ما كنا نتخيل بيوم من الأيام إنه ممكن فتيان أو أولاد كما زي ما إحنا بنسميهم أولاد مستوطنين عم بزطوا حجار على السيارات ويسكروا مناطق الضفة الغربية أو يسكروا شوارع الطرق من ناحية تاني اليوم الصباح كنت بقرأ تقرير طويل عن شبكات الطرق اللي بتشتغل إسرائيل على تمديدها وتأسيسها في الضفة الغربية وشكل البنى التحتية اللي رح يغدي أو رح يشتغل على تحسين حياة مليون مستوطن هذا الرقم اللي بسعو إنه يكون موجود في الضفة الغربية ويسهلوا حياتهم بأفضل البنى التحتية وأفضل الطرق وأفضل الشوارع وأفضل الجسور اليوم رح أجرب أخوض كثير أسئلة مع هونيدا رح أجرب أصفت الأفكار اللي حكيتها الآن وغيرها ورح أجرب أبن الصور أكتر لأفهم قديش حقيقة إحنا ما زلنا بنين صور نمطية حققية أو غير حقيقية وكمان قديش فكرة الاستيطان هذا مدى سهولة أو صعوبة تفكيكه مدى سهولة أو صعوبة حتى التعاطي معه وكمان بهمني جدا أعرف المستوطن لأنا بشوفه على الطرق هذا المستوطن الجديد الجيل الجديد شو خلفيته شو بفكر وكيف بتعاطى قبل ما نبلش بالحوار وقبل ما نبلش بالحلقة بحب أشكركم مقدما كالعادي على مشاركتكم كل أفكاركم كل أسئلتكم كل مقترحاتكم للمواضيع والضيوف تقارب بفضل مقترحاتكم ومشاركاتكم دائما بكون أقرب وكمان شكرا على اشتراككم بالقنوات وقناة اليوتيوب وقنوات البودكاست وشكرا على مشاركتكم هذا المحتوى مع كل حدا ممكن يكون مهتم فيه ويعطيكم ألف عافية وبهيك منبدأ نورت الدنيا الله يخليك يسعد صباحك وصباحك وميت أهلا وسهلا مسموح أشرب أهولة ممنوع مسموح تظلك تشرب قهوة ومسموح تظلك تشرب ماء وقد ما بدك بركات خدي وتقارب فعليا بقطعش فما بقطعش ولا بقطع ولا هيك فبيضل الحوار من أول إلى آخر زي ما هو خلص حلو وإحنا في تقارب منترك الضيف بالعادي يعرف نفسه كما يحب فاتفضلي يعني هو دائما أكتر شي بيعمل مشكلة للواحد أنه يعرف حاله والصياق هو اللي بفرض أنه الواحد كيف يعرف حاله أنا اسمي هونيدا غانم مديرة مركز مدار حاليا أكتر إش اللي هو خلنا نقول بعرف حياتي وفعالياتي آخر فضلنا أنا مديرة مركز مدار اللي بيشتغل بالأساس على إنتاج وإصدار وعمل أبحاث ودراسات عن إسرائيل والتطورات بإسرائيل والصهيونية وإلى آخره وأنا أم وعندي بنتين وولد متزوجة وهذا إش كتير مهم بالأصل من الداخل من الثمانية وأربعين من بلد اسمها المرجة خلصت تعليم الدكتورة بالجامعة العبرية وخلال هذه الفترة تعرفت عجوزي اللي هو أصله من رمالله كان عايش بأمريكا وجدوره أصله من سكان رمالله أصله لاجئ أصلا من قرية اسمها ومشوش فهذه أنا أنا مجموعة شغلات كتيرة وإنتي فعليا قد شئلك مقيمة في الضفة أنا مقيمة بين القدس وبين رمالله بالأساس وحاليا خلينا نقول كل الوقت أنا بقدر أقول دائما أنا عايشة على الحاجز أو عايشة على الجدار أكتر مما النتيجة تسألني أنت موجودة برمالله بقولك معرفش صبح باب أنا برمالله بعد الضهور ممكن أكون بالقدس عايشة بالقدس صبح برمالله بالليل بالقدس عند أمي في الداخل فهيك بلف بكل فلسطين في كل المحلاء هذا إش حلو أنا بحبه كم سنة إليك بالوضعية هاي؟ من هاي الوضعية أنا إلى عام تقريبا 25 سنة 25 سنة يعني منحكي بالـ 98 فأنتي فعليا إيجيت بأيام الرفاه بعدين سكرت الدنيا بالاجتياح كنت في الضفة أنا كنت موجودة بهديك الفترة أنا تجوزت بالـ 98 وبالـ 99 جبت بنتي الأولى وكانت عن جد أيام الرفاه والسعادة والمحب معنى إنه يعني إنتي فايت في حالة اللي الناس لسا ثمش عارف في وين رايح الوضع بس في هيك حالة يعني فيه خوف بس في هيك يعني بلكن تزبط من جهة تانية تفاوض وكانت رمالله وعن جد تعرف أحمد هيك فيه شغلات مهم مرات كتير واحد يحكي عنها الفجوات اللي موجودة يعني عارش ندرش معنى وقت بس يمكن نحكي كتير في هذا الموضوع إنه أنا أجيت أنا كنت أعرف رمالله يعني لما تعرفت على جوزي بعرفش إشي عن رمالله الزيارتين أو ثلاث الزيارات اللي قمت فيهم بحياتي لرمالله قبل ما تجوزت مرة رحنا مرأنا مرأة من رمالله كنا بالجامعة العبرية طلعنا مجموعة من أبناء البلد كنت أنا موجودة بأبناء البلد طلعنا لزيارة لجامعة بيرزات تضامن مع جامعة بيرزات فهيك بس هي بس صدمة يعني إنه محاولة فهم شو هذا الإشي الجديد والمرة الثانية والثالثة فعليا اللي أجيت أنا كنت قريدي بلشت الماجستير أخذ كتب سمعت فيه مكتبة يسمى مكتبة الجامعات بنص رمالله تروح تشتري منها كتب فأنا أجيت على مكتبة الجامعات أشتري كتب وبتذكر كتير منيح الصدمة والذهول اللي صابني إنه شفت كتب يعني هاكل فوكو بالعربي مش ممكن مش مصدقة يعني حالي يعني طالبة بس اشتريت هيك كم كتب وكأن الدنيا مش واسعتني من الفرحة إنه ألاقي كل هالكتب موجودة بالعربي وروحت فهاي هي رمالله هيك تجربة رمالله بالنسبة لإليه حتى بتذكر إنه أنا لما وصلت المنارة ضعت بقولولي في حدا بضع برمالله قلت لهم آه أنا مرتين ستت وضعت لأنه في دوار وشوارع بتمرو بتشرح بكل الإتجاهات وكلها بتشبه بعض بالنسبة لإليه آه فضعت كل مرة تتقضية بس أروح فهيك فهيك علماً إنه أنا ما بحكي عن فرق بين ضفة وداخل أنا بحكي عن رمالله وداخل لأنه أنا أمي من الضفة أمي من دير لغزون أنا كتير بعرف طول كرم أنا بنت المنطقة هديكة بس هي الفارق بين رمالله وبين أنا موجودة رمالله حالي مختلفة شرفت ونورت دير لغزون وطول كرم أنا أمي من درسي درسي دي من دير لغزون البلد اللي كنا نطلع ونروح وقرق ومدينتنا قبل ما يعني يصير كل البذار بعد الانتفاضة التانية كانت طول كرم هي مدينتنا يعني إحنا وجهتنا كانت للشرق مش لا اتجاه المدن الإسرائيلية طب بدي أسألك على المرجة أنا ما بعرفش شي عنها فبنفع تحكيلي يعني تحكيلي شوي عنها مش زي ويكيبيديا مش بس انت بتعرفش عن المرجة 99.9% من الشعب كل فلسطيني ككل بعرفش مين المرجة أسباب موضوعية بالمناسبة ومرات يعني ما بعرف ليش أول شي المرجة هي خربة بمفاهيمنا وهي التاريخيا قبل الثمانية واربين أو قبل التسعة واربين أحنا جماعة في التسعة واربين ما نضمينا ضمونا للداخل بالتسعة واربين بعد اتفاقية رودس مع الأوردس مع المثالة هي خربة من خرب دار الملصون وفي زينها في 13 خربة يعني مثل حالها وهي أصغرهم مثل زينها مش غلطان فهي يعني أكمن بيت فلما الناس بتعرفها المرجة حتى القرى اللي حوالينا كانوا يقولوا عن المرجة ويمة وبثانة وبير السكي يسموهن اللي خرب يعني تروحها باقة تقولوا لك من وين انت تكونوا من المرجة آه هذا اللي من اللي خرب اسمهن اللي خرب فبالتالي محدش عارفها سجديد بتعرف كبرتنا هي الخربة كبرت وشافت حالها وصارت يعني بلدة كبيرة لأنه انفتحات للأزواج الشابة معطوه أراضي لي بالمناسبة أراضي لاجئيا هذه بدها موضوع يعني بدها بدها مقابلة كاملة شاملة بس كبرت البلد بعد من قطعت عن دير لغسون عن الأم أنا بقول بعد من أخدت الطفلة هذه من أمها كبرت كبرت لحالها كبرت و وتطورات وزادوا عدد السكان والفتحة للسكن من الناس من برة ودخلوا عليها بس القرية اليوم إذا بتخوت على جوجل بتلاقي بتشوف عليها عويكوبيديا إيا إحدى خراب دير لغسون التاريخية وبعض بدلاقي وبصي اليوم هي جزء من مجلس محلي اللي هو وحد اللي خرب مع بعض لي يمه وبثانه بير السكة والمرجة مع أنه يمه مثلا هي تاريخيا أكتر من 2500 سنة عمرها وفيها مواضع تاريخية قديمة كان عنية تم توحيد في مجلس محلي واحد اسمه مجلس محلي زيمر نسبة لوادي زيمر اللي هو أو زيمر اللي هو في منطقة الشعروية بفلسطين على اسم هاني سميات مجلس المحلي المشترك لهاي الكرة وأهمية المرجة وليش مهمة بنسبة لها إلا أنه هي جاي هي آخر قرية في جنوب خلينا نقول يعني في جنوب المثلث اللي هي تفصل بين موجودة على الخط الأخضر تماما بمحاذاة الخط الأخضر فهي بالزاوية بين شواكي جاروشية ودير نفسه عرفت هسا وين منيح اللي يعني كد أكلك وين بالزبط إذا بدأ أروح لها من عندي بس هسا فهمت وين المثلث اللي هي موجودة فيه إذا أمين ده إذا أمين ده جاي منتوا الكريم هكذا حجار أنا بمسكم نجي هات تانية بس بدأت تقرب عشواكي أكتر من عشواكي أكتر إحنا كنا نروح ماشي إحنا كنا ننزل من المرجة عشواكي ماشي ننزل من المرجة تنزل على البيارات اللي انبادت مع الأسف الشديد انبادت حاليا بس كان منظر مهيب منظر البيارات ما عرفش إذا أنت بتعرفها اللي بين المرجة وبين الشواكي كان فيه بيارات مندلينا وبرتكان وأنا بتذكر أبوي كنت أنزل معا ننزل نمرك من بين البيارات نطلع على جرشية ونروح ماشي على شعالة هوني ده بالشقة الثانية من السؤال كيف بتحبيش يتم تعريفك وإنتي عندك تعريفات مهنية كتير إليك فترة طويلة فيها وتعريفات شخصية يعني أنا كتير كتير يعني ممكن إذا بدكت هيك تعمللي حاسية تقول هنا إذا غانم باحثة مثلا من يعني فيه أكيد فيه أشياء كتير بس يمكن تعرف هذه استخدمات عرب إسرائيل هذه المصطلحات هذه ممكن تعمللي هيك حاسية مثلا مثلا تعملها غيرها يعني أنا بحب أكون باحثة فلسطينية مثلا خلاص ما حدش يسألني من وين أنت عن جد أنا حاس أنه تجربتي وتكويني هو فوق مناطقه فوق الهويات الصغيرة هاي طبعا الداخل والضففة وأدسو حاس أول شيء أول شيء أنا جم كل حستهم كلهم وعيشتهم كلهم وتشربتهم كلهم وبحس بإنتي مقلين كلهم عشانك بقولهم أنا عايش على الجدار إذا ولا بود أنت فعليا حسسيتك المفروض تكون مضاعفة على أبناء الثمانة وأربعين اللي بتحسسهم من موضوات عرب إسرائيل لأنه أنت يعني تعبتي يعني أنت أكتر من حتى لو عرب إسرائيل أنت أكتر من عرب إسرائيل أنت أكتر من عرب ثمانة وأربعين يعني أنت خلص حرفيا كيف قلت حستيها حوس يعني حست حوسي هادي فهيك أخطع جلدي من كل الأشياء وكل المحاكلات وهذا إشي إشي بحبه أنا يعني هذا كتير لطيف هذا على فكرة يعني هيك ميزة يعني بالمناسبة أنه في حدا قدر قدر يعني يصحله أنه يعيش في أكتر من مكان لأنه بدأ أحكي لك وأنت قاعدة بتحكي على شويك أنا تذكرت أنه بالانتفاضة لما سكروا أو بلاشوا يسكروا هديك المناطق اتفاجأت أنه كان هديك المناطق مفتوحة علينا يعني على مستوى الوعي أنه أنت خلقنا محاصرين أو هاي الحدود اللي أنا بتحرك فيها بس هي ما كانتش مسكرة بس الحدا اللي دايما كان بتنقلوا بروحوا بيجي خاصة أصحابنا اللي من المثلث كان بالوعي كتير أقل يعني فكرة الجدران أو فكرة الحدود كانت حديتها كتير أقل عليهم من كيف كانت علينا فاللي راحوا وتنقلوا وعاشوا بين أكتر من مكان بظن خاصة ما قبل الجدار بقصد شوف أحمد بصراحة الإشي بتعلق دايما جابه أقوله بالطريقة اللي أنت إنجاجت مع كل الموضوع اللي أنت موجود فيه وكيف بتتطلع يا حبي وشو السياق واللغة هاي اللي أنت بتستخدمها لما بتحاول تفهم وين أنت موجود أنا طول عمري يعني مش إنه الإشي إنه إنه بشكل عضوي هيك كبرنا وتربينا إنه إحنا موجودين بمحان اللي الحدود هي إشي قطع حياتنا مش إحنا لن بقوله فلان قطع الحدود لا إحنا عايشين فعليا مع الشعور ومع التجربة إنه الحدود هي اللي قطعتنا فدائما كيف لازم نتجاوز عملية القطع العنيف للحدود لإلنا يعني الإشي المميز بالمرجة أولا إنه فيش ناس أهل المرجة أصليين يعني شو إحنا مش سكان أهل المرجة اللي موجودين هنا بتعرف زي الإسكندرية وإحنا عمليا أولاد أولاد وبنات بلعة ودار لغصول فبالتالي لما نصارت الحدود فعلا هيك زي بحد السكين قطعت هذا المعنى سيدي أهل وكلاتهم بالدار يعني العيال كلها كل العيال أنت بتحكي الأبو انقطع عن أولاده الأم انقطعت عن أولادها الأخي انقطعت عن أخوتها أنت بتحكي عن إشي اللي هو قطع وشضى العائلات نفسها وبالتالي كان كل الوقت الهم هو أنك تشوف شو فيه إمكانية أنك تعيد تطبيع أو أنه ترجع تعطي سنس معنى طبيعي لحياتك تقدر أنت تعيش فكرة العيلة وفكرة الأهل رغم كل ما حدث فهي أنا بالنسبة لأهي كانت الموضوع اللي كتير بهمني كيف أشوف أهلي وعمامي وإلى آخره عم بتجاوزوا الحدود الحدود بمفهوم العائق حواجز جدران اللي فرض عليهم مش بمفهوم هالسياس مفهوم هالسياس مش بارئ بقدر أقول لك أنا اليوم إسرائيلي وبقدر أقول لك أنا بريطاني وبقدر أقول لك أنا هذه كلها تشكليات للهوية اللي أنا بأخدها مشان أستخدمها على الحدود بس ها لما الحدود قطعت وطني آلياتي هي تنتمي لعالم مختلف تماما أحاول أن أعيش هويتي بالأدوات المتوفرة هونيدا لكل حدا فينا فيه قصة بالعلاقة مع فلسطين مختلفة في حدث بكون حدث أو قصة أو مشهد صار معك بشكل مباشر أو صار مع حدا من محيطك اللي نقل العلاقة من علاقة رمزية أو رومانسية أو خلاها تصير علاقة أكثر اشتباكا مع فلسطين أو انتصارا أو تضامنا أو تفاعلان أو خصومة مع الاحتلال فمنخلك أنا عم بجرب أعطيك مساحة تفكري أو تستحضري بس منخلك فعليا خاصة اللي زيك أنه أنا كنت رح تقولي لي شفت فلسطين بكثير أشياء بس فيه دايما الحدث أو القصة أو الصورة اللي هلو أنا قاعد بحكي معاك فيها هي مش قصة واحدة هي أكيد مجموعة من القصص تراكمية بس فيه القصص اللي بنستحضرها في البرنامج القصص الأولى اللي عملت هذا الوعي أو عملت السويتش للوعي وخلته فاعل أكثر شوف أنا عن جد فيه كتير أشياء وكتير محطة تمكن أزوى يعني شو بدأ أقول لك أكيد يعني مش مش زي غيري اللي يقارم بغيري ولا يقارم بكثة فلسطينية اللي تشرد ويعني ما أنت عارف إحنا قاموسنا قاموسنا وقاموس تراجيدي زخن بس فيه أشياء اللي أنا بحياتي كتير أثرت يعني أنا أول 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 هذا أول لقاء بالنسبة للي كنت أنا صغيرة يمكن كان عمر خمس ست سنين اعتقلوا مثلا خالي أوكي وقلت لك أما من الضفة أما من دير اللقص فبتذكر لما نعتقلوا خالي قداش كان الحدث التراجيدي بالنسبة لدارسيدي خالي بتعلم بالعراق جاي من العراق أخذوا التراجيدي الأكتر إني أنا رحت على المحاكمة تبعت وبتعرف في الزماء زمان كانوا يخلونا نروح على المحكمة أولاد صغار والناس كانت المحكمة في نابلس فأنا رحت مع أمي ومع أبوي على المحكمة ومع ستة فالمشهد اللي عمري خلنا نقول اللي صدمني هيك كطفلي بوقتيها إنه ستة بتشافت خالي حجمك عليه تبكي وبدها تعبطه فالجندي أول إشي عمله ميسكها وخبطها على الأرض دب أوكي هذا أول وشهد أنا وبعدين قالوا كل الأطفال يطلعوا مرة طبعا ترونها من جوات المحكمة هذا مشهد طبعا هيك فصار هذا المشهد مطبوع براسك لما صرت تسمع يعني أغاني وقفوني على الحدود ومرسل خليفة وإلى آخر هاي الأغاني صغيرة صارت مش إشي مجرد تجريدة صارت ترطبط مباشرة بالتجربة اللي أنت عشتها بمرحلة معينة محن طبعا كل الكصص حوالي هذا من جهة بس من جهة تانية العالي عندي أنا هي كون المرجة زي ما قلتلك انقطعت بالثمانية وبالتسعة وأربعين هي قرية حدوب بكل معنى الكلمة تشبه بهذا الإشي بفكر قرى حدود موجودة بكل العالم بالمكسيك يمكن لباكستان للهند إلى آخر طور أشياء معينة المعاناة اللي كانت بدار سيدي بفترة الخمسينات وبداية الستينات بسبب كونهن على الحدود مرعبة بمعنى أولا عمي كان عمري 13 سنة تعلم هو مناطق الحدود ايش بصير فيها بصير فيها مناطق للتهريب وللعمالة يعني إذا إسرائيل بدى عملة بتلتقي فيهن على الحدود وإذا الناس بدها تهرب بتهرب على الحدود وإذا الناس بدها تزور قرائبها بتتهرب على الحدود وإنت عيش على الحدود فإنت زي كإنك قاعد وفي حقل هيك مليف هاي التجارب أولا كل الكصص اللي بنسمعها إحنا ربينا عليها هي كصص الحدود كلها كصص الحدود الجمعية تبعي خلينا نقول التهريب وكيف اللي مهربين وشو بك وياربو وكيف كانوا بالأول تعرف بالأول مثلا بإسرائيل كانت في فقر مخيف الوفرة والبضاعة كانوا من وين جيبوها من طول كرن هربوها يعني السكر الشاي الأشياء هاي كانوا جيبوها بلغة أهل البلد عندنا من شركة تحكي عاي سنين هوني دا الخمسينات بدايت الخمسينات بحكي عن الكصص اللي وصلتني أنا هلا غير هاي الكصص انت بتحكي عن عمي مثلا كانوا 13 سنة درسي دي عايشين على الحد بالزبط عند هين بقر برعوا البقر إلى آخر عمي خطف شون خطف ان أخد أخدوا الأردنية عمره 13 سنة أخدوا خطفوه فأجوا الناس قالوا لستي الجران الأردني أخدوا إذنك وستي شوف شو الوضع اللي هي فاتت فيه هسترت أشفر مش عارف وين ابنها والناس مرعوبة من جهة تانية من الحاكم العسكري كيف تقتنع الحاكم العسكري انه عم انه ابنها مرحش هيك انضم للقوات الأردنية المناضلة والأب زرعير بعقلية هديك الناس باختصار هو كان إشي له علاقة بأنه طلبوا منه وقتها كان منطقة التقاء عملة يعني كتير يجوا من المنطقة الشرقية يلتقوا مع المشغل تبحن الإسرائيلي وكان مطلوب منه لأنه على حدود قلهم مين بشوف ورد صغير فهو كان على لي شو يفتح لهم بقول مين بشوف بس برجعش هنرجعت انكتلت فهن أخدو وحطو بالجيش ولد 13 سنة فأنت كل الكصص اللي ربينا عليها كصص عم هذا كيف كان يتهرب وهو عمره 14 15 سنة ويلبس يوم مرة يوم أبصر شو ويجي عست دكلها على الباب وكيف الحاكم العسكري انه عم اجا وباك هذي كان للي عند ستة نترم هذي قصة قصة تاني انه عم التاني بعد بسنة من 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 أخذ هذا العم كمان مرة البقرة راحت عشركة خطعت الحدود فرح بده يجيبها فمسكو الجيش الأردني جيش الأردني اللي دور كتي هو هو مش الإسرائيل اللي كان دير بالو على الحدود بقدر مهو الأردني بهذي الفترة بالمناسب قايم بواجب بالحفاظ على اتفاقيات الهدنة فأخذوه فأنتي شوف الرعب اللي دارسي بدهم عيشوا فيها اللي هي وصلتنا انه كيف بدهن يقنوا الحاكم العسكري إسه انه ابنهن ما نضمش لأخوه انه أخذوه لأنه البقرة راحة خذو أخذوا البقرة وهون انت بتربع قصص انه ابوك بيقول لك كيف اضطر بعد رعب من أيام وخوف شو بدهم يحكوا ويخبوا الموضوع وبالآخر قرروا انه يشاوروا حدا مختار بالبلد عنا انه شو نعمل هيك هيك صار فقالوا بتروح للحاكم العسكري بتقولوا ابني أخذوه الأردنية لأنه البقرة راحة بالجهة الثانية فروح احكي وشوش القصة فروح عم سيدة مع أبوي على الحاكم العسكري فالحاكم العسكري بقتنعش بمسك سيدة وبخطه بدبه على الأرض بنزل العقال بكون هذا المشهد اللي أبوي بحكي إليه اللي تخيلي أو مش أبوي اللي بحكي إليه اللي بحكي نياته عمي اللي سمعها من أبوي أبوي عمره بحياته ما قلناها القصة مع أنه أبوي حكاء يعني بحكي كتير بس هاي ولا عمره حاجة أنه تخيل شعور ولد بشوف أبوي اللي بشوفه بسنوات الخمسينات والستينات الأبوي إش كبير إش يعني شخصية عم بندب قدامه وبوقع الإعجال يعني كرامته كلها عم تنزل وكيف باختصار هاي الكثة اللي إحنا ربين عليها اللي سمعناها ففيش حاجة أنت لا تمر لا دروس توعية سياسية ولا تكره هذا هذا أنت أنت تقرأ أنت تعيش أنت تخبر الواقع هو اللي بيعجنك ما بتأدلش ولا إشي بشكل كتير سلس عم بوصلك بصير دارك هو إنك أنت تحلله وتعيد هضله وتعيد كتابته وتعيد مفهمته وتعيد توصيله كمان اللي أنا مرة سميتها كمان هاي أنتروبولوجيا بيتي إحنا عم نعمل هومورك ببيتنا as أنتروبولوجيست يعني كباحثين في علم الاجتماع وحتى بالعلوم السياسي إحنا إحنا جزء من الحقل إحنا مش إحنا إحنا فاعلين شركاء طب عندي السفسار أنت السماعة الصغيرة اللي موجودة عندك منفعة تنشبك على اللابتوب الأيربود لا تمام صوت واطر لا لا الصوت تمام أنت سامعتيني من اللابتوب هلا عندي السفسار في المدرسة كنت مشاغبة هني ده مشاكسة كنت بالصفوف الأولى تقعد ولا وراء في الابتدائي في ثانو تقدبت بس بالابتداء كنت كوية كوية كنت كنت بصفوف الأولى بالثانوية والإعدادية ولا صفوف الأخيرة بصفوف ليس كثير أحبقا بصفوف الأولى ولا مرة كنت أحبقا بصفوف الأولى يعني بالوسط هيك مش بالآخر على الآخر ومش بالأول على الأول بالابتداء كنت بالأول أول صف دايما الثانوية فتت أكتر بحالتي كدخول كانغلاق إلا علاقة بأنه أنا حست حالي فجأة يعني من زي ما بقوله حسن صبي أنا كتير كنت مشاغبة كتير وفجأة هيك بلش تصير صبية وامرأة ومرعب الإشي مرعب مرعب بالثقافة اللي موجودة مرعب في خلق هيك أزمة نفسية عندما أفكر كتير كبيرة كتير كبيرة بفترة الثانوية اللي خلتني أن أغلقها حالي خدلي وقت تعاود أطلع منها وبعدها بالجامعة وين درستي؟ بالعبرية بالعبرية جامعة العبرية طب أنا أنا مش في حالتك أنت مش رح نقدر نمسك في موضوعنا محطة محطة انتقال أو محطة هيك يعني مفصلية بقضية التعرف على المستوطنات أو الاستيطان بس بدي أجرب أخذ 98 اللي هي المرحلة اللي أنت سكنت فيها في الضفة وأجرب أسألك ما قبلها شو كنت بتعرفي عن المستوطنات والمستوطنين قبل ما تبلش تشفيهم وتشهدي وتشهدي على وجودهم وعلى تطورهم بس ما قبل 98 شو كنت تعرفي شو كانت تصوراتك عن الاستيطان في الضفة شوف كمان مرة أنا بحب أرجع للتجربة هاي التي لا تتواصطها المعرفة الأكاديمية إنما الخبرة الذاتية أكتر لأنه فيها عن جل صدق أكبر يعني أنا كمان مرة لما أنا مثلا أول مرة سمعت كلمتي يما هاي مستعمرة من شباك أهلي فتحوا أهلي شوفوا هناك عم بابنه مستعمرة فهيكا تطلعت فعلا هيك خط بتعرف كيف كنا نميز المستوطنات إحنا وقتها إنه فيه خط متواصل هيكا دواو خط هيك طويل دواو بتشوفه من بعيد فهذا بأشر إلى إنه فيه مستعمرة جديدة الدواو الفلسطينية مختلفة بفكر أكتا بتروحها أسفر وقوم مرة حدا بسر لي إنه إشي مش صدفة يعني إنه إشي مقصود إنه تمييز بين المستوطني وبين الهاي لأسباب حتى أمنية فباختصار إنه هاي مستعمرة فأنا أنا سمعت فصرت أعرف إنه هاي إشي اللي عم بنحط بين الكرة والمحلات العربية عشان يسيطر عليها فكان فيه إشي هيكا بيخوف إنه واو هدول عم بيجي بتم ياكلوا المنطقة لما أجيت على طبعا يمكن اللحظة هاي وبعدها صرت تقرأ عنه وتفهم عنه أكتر وتسمع الأخبار أكتر والمستوطنين وإلى آخره بس اللحظة الفارقة يمكن في هذا الشعور بإنه المستوطنين عم بتحولوا لقوة حقيقية آه هي يمكن بالتسعينات تنساش إنه إحنا بالنسبة لإلنا بجد بحكي بفترة من سنوات أنا كنت أمناء بلدي وهذا كتير إشي مهم إنه مش فارقة معاي مستوطنة ولا مستعمرة معنى إنه مستوطنة هي تحيل إلى شكل الاستعمار الموجود في الأراضي فلسطنون المحتلة 67 ومستعمرة هي الشكل الاستطانة تبعي 48 إنه داخل الإسرائيل وأنه هاي قصة الشرعية تبنع حسب يعني منطق سياسي استعماري أصلاً ما كانت شفاية كتير راسي وقتها بس في عملية هذا التضخم اللي صار يصير في الاستطان بلش كمان يفتح أسئلة تانية طبعاً متطورت مع الوقت كتير إنه عم بتشوف أنت إنه هذا المستوطني اللي عم تكبر وتتضخم وتتضخم قوتها باستمرار وطبعاً كل الصراع اللي كان بيجي بإسرائيل في سنوات التسعينات هو حاول إنه شرعية الاستطان مش شرعية الاستطان لازم نفكك المستوطنات مش لازم نفكك المستوطنات إلى أقريب وأنا من هذا كان المحال وبتذكر كتير منيح لأنه أنا كمان من هذا الجيل اللي كان بأوسلو واعي الصراع اللي صار في داخل إسرائيل ما بين تعرف هاي حركة المستوطنين وما بين التيار اللي كان مع أوسلو وصولاً لا يعني وصل كنت وهذا الصراع طبعاً بارتيار رابين لأنه يعني هو صراع بين طريقين في داخل الصيونية حول مستقبل الصيوني فأنا هناك أنا بلست أحس أكتر صبعاً جد أحمد لا يعني المؤشرات كانت موجودة هناك أنت بتحكي على ظاهرة اللي هي بس توسعت يعني أنت تعيش تجربة مشاهدة ظاهرة تتوسع وتعربد وفي حالة هيك في حالة يعني جشع غير استعماري مخيف في كيف عم تتطور المستوطنين وراحقاً طبعاً يعني اليوم أنا بتطلع عنها بشكل فيه تحليل سوسيولوجي اللي صار هيك كيف تطور بهذا الاتجاه شو بفرق هذا المستوطني عن عن الاستعمار اللي كان بسنوات اللي بداخل فلسطين بالـ 48 بتخط على محل تاني مختلف من الأسطنة أنا كمان صار معي هذا النقاش اللي انت بتحكي عنه بالمناسبة بس أنا بوعى أنه بدايات تعرفة على المستوطنات والمستعمارات لما كنا بنكون بالسيارة مع أهلي وبننتقل مثلاً لنابلس أو رمالة كان في مشهد دائم بالطريق بنشوفه الاتركات اللي محملة البيوت اللي هي تسمى اليوم بيوت ريفية يعني في مناطق خارج مش استعمار بس وكمان بتذكر شكل البيوت اللي كان بوحي دائماً لقيلي بإنه هذا البيوت يمكن حلها أو يمكن تفكيكها أو ممكن آه كيف إجت على الترك حتى على مستوى الوعي بترجع اليوم مع تطور الزمن عم بيكون الإشي يعني خلص لقيلي في مال عم بيكون وفي حتى بالزيارة الأخيرة هنا إذا شفت شكل التمدد اللي عم بيكون مجنون أكثر من حتى كيف كنا نعرفه قبل عشر سنين قبل ما أدخل بكل هذه السياقات أنا بهمني كتير أعرف المستوطن شو صار فيه لأنه في مرحلة بالتسعينات وحتى بالألفنات لما أنت كنت بتمركب سيارة عند محطة البصات إذا بتزمريله وبتخبى اليوم هو عند محطة البصات بزت حجار وبسكر الضفة قبل كمان ما ندخل هذه بنفعل نحكي المرحلة اللي أنت بلشت تشوف المستوطنين أو ممكن تكون حتى في خلال وجودك بتضف أقل احتكاكب كتير سواء بتضف أو بالقدس فيهم بس شو الفارق ما بين الإسرائيل اللي موجود في مستوطنات الضفة ومستوطنات القدس أو مستوطنات الضفة بشكل أخاص وبين الإسرائيل اللي موجود مثلا في مناطق 48 هنفكر البعد الأساسي اللي بلعب دور هو بعد الزمن هنا وبعد يعني بعد عن جد الزمن اللحظة التاريخية اللي موجود فيها واللي تشكل فيها كل واحد من التنين بمعنى إنه هون مستوطن المستوطن اليوم شبيبة التلال شبيبة التلال هن المستعمرين شو بسموهم هنا الأوائل الأفانجارد اللي كانوا موجودين طلاع المستعمرين اللي صحاهم هن نفسهم نفسهم الفرق إنه المستعمرين هذه هدولة طبعين الاشتراكيين اللي كانوا موجودين كانوا موجودين بنهاية القرن التاسع عشر بداية القرن العشرين أكتر بداية القرن العشرين وجايين بمنطق اللي هو استعمار غربي مجدول ومضفور بكل المفاهيم المرتبطة بالاستعمار الغربي اللي كان في هذه اللحظات مقبول عالمياً ودولياً بمعنى لم يكن يتم التعامل معه كأحد الموبقات اللي تتم مماراستها ضد المجتمعات المختنبة كان في نوع من الشرر الاستعمار ما كان يعتبر شي سلبي بالمخيال الغربي حينها فهو جاي من هذا المخيال إذا إذا أنت بترجع لمراسلات هرتسن مع رودوس مش مع رودوس ببا رودوس أصلا اللي هو بيقوله أنه أنت متأسفين لا هاكيم هلا أني بديش أخربش بالاسم بس كتير مهمة مراسلات هرتسل مع شخصيات استعمارية إنجليزية اللي بقوله أنتو عندكوا خبرة بالاستعمار فساعدونا كيف بدنا نستعمر في داخل فلسطين ولا مشاريع اللبس حتى بترحى على العثمانيين حول إقامة شركة للاستعمار في فلسطين وإلى آخر فكرة الاستعمار لسه كانت مختلفة شوي مش بمعنى هي مجدولة ومضفورة بالسياق أوروبي استعماري إمبريالي أبيض اللي هو تتتاخل فيه كمان كل فكرة الحداثة والتحديث والقيم الثقافية وإلى آخره وإيجوا هدولة بمنطق إنه بدهم يعملوا الكومونة والاشتراكية والكيبوتس والمثاليات طبعتين هذا هو المنطق اللي كان موجود عندهم طبعا كل ياته بنية وأسس على فكرة الصهيونية اللي هي أخذت القيم الدينية والأساطير الدينية وقامت بعلمتها واستخدامها من أجل تحقيق المشروع الصهيوني هذا اللي كان وقتها تعامل مع الفلسطيني مش موجود هم فراغ هذا الإشي فراغ يعني شو فراغ يعني موجود مش موجود شايفينه بس يعني مش عن جد هدول الناس اللي هن يعني هن متخلفين هن ناس لا يستحقوا بسبب يعني التخلف اللي موجودين فيه إنه يحققوا ذات سياسيا وإلى آخرين بالمقابل فهذه السياق العام للمستعمر اللي كان المستعمر اللي أفرز الإسرائيل اللي هو تحقق مشروع هيرتسل بالـ 48 بإقامة الدولة اليهودية اللي تم تسميتها دولة إسرائيل عأساس إقامة كمان الهوية اليهودية اللي بتاخد الأساطير اليهودية وبتعلم منها وبدها تقيم دولة على طراز غربي أوروبي علماني إلى آخرين اليوم اللي موجود المستوطن اللي موجود هو نموه الجنين يعني كنا نقول هو جنين كان في أحشاء الصهيونية المؤسسة هو الجنين اللي هو اسمه العلمنت الدين وأساطيره في المشروع القومي الصهيوني هذا الجنين هو كبر اليوم كبر وأخذ شكل وتصدر تدريجيا المشروع الصهيوني بمعنى هذا البعد الأسطوري الديني الصهيوني المؤسسة حاولت تستخدمه في إقامة الهوية القومية اليهودية واعتبرت أنه يا بأخذ كل الأساطير الدينية أنا بس بسيطر عليها بقدر يعني بخضعها لمشروعي هي اليوم كبرت وتحولت إلى القوة الأساسية اللي بتقوله لا سوري انت فكرتك تستخدمني انت معك حق أنه لازم نعمل دولة يهودية في فلسطين نسميها إسرائيل انت معك حق بالمشروع بس هذا المشروع هذا مش مشروع عريماني حبيبي هذا مشروع ديني لأنه هذا أسسه التوراتية هي الأساس هي اللي بتعطينا الحق أنه نكون موجودين هنا وبالتالي يجب تحقيقه حتى النهاية ونهايته مش أنك تعملي أنت دولة على غرار دولة قومية أوروبية إنما على غرار مملكة يهودية تكون استمرار لفكرة المملكة التوراتية هذا من ناحية فلسفية سوء التبعات على الأرض التبعات على الأرض بنشوفها اليوم بكل المستويات أولا في إنه المشروع التوراتي هذا المسياني الصهيونية الدينية الخلاصية تريد أن تأخذ تستكمل الصهيونية حتى النهاية من خلال ضم كل مناطق الضبط لأنه هي قلب أرض إسرائيل يعني لما أجل هرتل قالوا هاي أرض الأباء والأجداد حبيبي تمام أرض الأباء والأجداد عن جد يعني يافا وتل أبيب وغزة وحيفا أرض الأباء والأجداد أرض الأباء والأجداد حسب الأسطورة التوراتية هي بيت إيل هي نابلس هي الخليل هي الأودس هاي أرض الأباء والأجداد هذا أولا فبالتالي لما تيجي تقول لي أنه أنت أخذت بدك تأخذ الأسطورة التوراتية بس كيف تعجبك بيش بقولوا هاد لا حبيبي هاي أرض الأباء والأجداد يعني هنه ناخدين هنه هنه التحقيق الحقيقي والصحيح للصهيونية فأنا بدي أرض إسرائيل كلياتها لأي فهذا يعني أنه أي إمكانية لتنازل سياسي غير وارد المسألة عنده هي حسم اللي هو بسميه سموترش أو يجد تجسيده في خطة سموترش لخطة الحسم مش كيف توصل لاتفاق مع الفلسطيني كيف تحسم الصراع مع الفلسطيني من خلال صحقه وصحق كل الأمال الموجودة عنده من ناحية الإسرائيلي خلال نقول لي حقق المسروع الإسرائيلي بالـ 48 أنا الهدف الأساسي هو دولي أنا بستخدم كل الأساطير بس الهدف الأساسي لإلي أني أقيم دولي وهاي الدولي تتبع لمنطق عقلاني معين بمعنى أنه أنا ممكن أتنازل هون أتنازل هناك أعمل أصل هون أعمل أصل هناك من أجل أني أرسخ خلينا نقول الأمن والأمان لهذه الدولي هذا هو الإش الأساسي اللي موجود عندي هناك لا الأرض هي هدف هي مش واحدة من الأدوات اللي أنا بقدر تقوم برومايز عليها بالنسبة للمسروع الصهيوني الأولى كانت فكرة شعب إسرائيل أرض إسرائيل توراة إسرائيل هدولا لا توراة إسرائيل أرض إسرائيل شعب إسرائيل ألموها للأشياء طيب هم تأخذ أشكال مختلفة شو يعني هذا؟ بعني أنه أنا اليوم عم بواجه مجموعة اللي هي سيطر عليها تفكير أصولي الديني ممكن يأخذني حتى أصلا مش بس ممكن يأخذني في منها تيارات وما يمنقول إنه في تيارات ومشي الكل اللي بيأمنوا إنه يجب أن نصل إلى تفجير للأوضاع لازم تتفجر الأوضاع لازم أدفع باتجاه مواجهة مباشرة مع الفلسطينية لأنه بس هيك أنا ممكن أسرع عملية الخلاص الديني إقامة الهيكل وقدوم المسيح اليهود المسيح ابن داود تعرف أنه ما بيأمنوا بالمسيح لأن المسيح عيسى ابن مريم بميسبة لإنهم مشهات المسيح إنما المسيح هو يجب أن يكون يعني بالانتظار لإنه هو المسيح ابن داود من نسل داود يعني اللي رح ييجي إلى الحكم وإلى آخره شكرا إذا بدي أرجع لورا كمان بدي أضل أطلع من السيارة اللي كانت بتنقل بين المدن وبالنسبة لإلي بسمع حوارات سواء بالتكاسي بالسيارات أو من أهلي في دائما كان في وصف هلأ أنت بلشت فيه له نقاش الديني أكتر بس دائما كان ينحك عنهم يا إما متدينين يا إما فقرة يعني بتم الإشارة لإلهم فمرة بتم الإشارة لإلهم من عوامل اقتصادية ومن عوامل دينية هل كتلة بدي أبرلش من هون التسعينات لحد الألفنات كانت كتلة المستوطنين اللي موجودين في في الضفة في مستوطنات الضفة هم كتلة متدينين أكثر منهم أوضاع أكثر منهم كتلة ناس أوضاعها دنيا اقتصاديا أو أو التنتين مع بعض خليني أوضح شغلي أول شي تقاطع بعد السبعة وستين احتلال ضفة الغربية بالسبعة وستين المشروع القومي لجماعتين اللي هن اليوم هم مسكين كل الدول الإسرائيلية اللي هو اليمين الإسرائيلي يمين خلينا نقول اللي كود يمين حروط بوقته هذا يمين بأمن بأنه أرض إسرائيل هي مش بس أرض إسرائيل اللي بنحكي عنها الضفة الغربية وداخل الخط الأخضر إنما هي تشمل أيضا الضفة الشرقية وفي كتبات زي مثلا جابوتينسكي بقول الضفة للنهر ضفتين هذه لي وهذه أيضا لي بمعنى أن الضفة الشرقية والضفة الغربية هي ضفة الغربية بمعنى ضفتين نهر هي جزء من أرض إسرائيل وهن بالنسبة لإلهن إنه عمليا بمؤتمر سان ديمو تم اقتطاع جزء من أرض إسرائيل بالكوة من الإسرائيل من اليهود الحركة الصيانية وأعطوه للأردن وإنه هذا مش فارل وهن ببنوا فكرة الأحقية والملكية اللي بدعوها على أرض إسرائيل على بعدين بعد القانون الدولي بالنسبة لإلهن يعني بعد الدول اللي هو إجا وعد بالفر لما نوضع كان أرض فلسطين تشمل هذه المنطقة وعلى بعد توراة التاريخة إنه هي أرض إسرائيل التاريخية هذا من جهة هذا بعد السبعة وستين مواضيع اللي كانت نظرية نظره إنه هاي الناصر فيه إمكانية لتحقيقها والجانب الثاني اللي هو الصهيونية الدينية اللي بتعتبر إنه هاي أرض إسرائيل حسب الوعدة التوراة بمعنى أرض وقف ممنوع التنازل عليها بأي شكل من من الأشكال رغم كل الضغط التنين هدولا تقاطعوا وتداخلوا بعد السبعة وستين أنتج هذا كمان نوعين من المستوطنين أو من المستوطنين أو فتح مساحة فلينا نقول لنوعين من المستوطنين مستوطنين اللي هن بصوتوا للليكود نتيجة أسباب اقتصادية مثل شرقيين كثير من الشرقيين بصوتوا للليكود الشرقيين صوتوا للليكود بالسبعة وسبعين كنوع من الاحتجاج ضد حزب العمل لمعاقبة حزب العمل تحول هذا لاحقاً لتصويت أيديولوجيا بس هدولا كانوا عملياً مخزون بشري ممكن استخدامه في إقامة المستوطنات لحزب اللي هو أيديولوجياً مؤمن بأرض إسرائيل هذا واحد لأنك بتلاقي كثير من المستوطنات اللي أقيموا فعلاً كان السكان اللي هن البعض الاقتصادي بس إقامة المستوطنات نفسها كان بسبب بعض أيديولوجياً فالتقى التنين الثاني اللي هو المستوطنين اللي أكتر أيديولوجيين بمعنى يعني المصوطين اللي قال إنه المصوطين أيديولوجيين هيك نتو بدون إشي لا إلو علاقة بإحتجاج ولا إلو علاقة بغضب على حزب العمل ولا إلو إشي هن أكتر مصوطين الصهيوني الديني وهدون كمان هدون بدهم نحكي لأنه أنت اللي بتحكي الصهيوني الدينية بالمناسبة بمرأة كتير التغيرات يعني الصهيوني الدينية اللي كانت بسنوات الخمسينات مش نفسها اللي كانت بسنوات الستينات واللي بالأربعينات مش نفسها وكانت مرة من المرات أكتر اعتدالاً بكثير بمفاهيم الإسرائيلية من الصهيوني يعني تحولت تدريجياً لهي داخل هاي الصهيوني فهدون بتشوف إنه نوع المستوطنات اللي اشتغلوا إنه يقوموها أكتر في محلات اللي هي بجل ستتحول لاحقاً لشي أكتر إشكالي بمناطق بداخل الخليل مستوطنة سباستيال محاولة الاستيطاني الأولى لقوش إمانيم ولاحقاً تدريجياً طور الإشي باتجاه إقامة المستوطنات في داخل وقلب المناطق سي بهذا منع أي إنكانية لإقامة دولة فلسطينية طبعاً هدول اللي هن بكدوهم بالأساد الصهيونية الدينية ذات يعني الصهيونية الدينية على تنوعاتها المستعمرات الأولى أكتر كانت باتجاه خلنا نكون اللي هو يعني يدمج بين الايديولوجيا ولكن المخزون البشر اللي استخدم هو كمان من له حاجات اقتصادية من أوضاع مختلفة وأيضاً إلى تصوراته الأيديولوجية اليمينية بس مش بالصلابة اللي كانت تحكم المستوطنين اللي اليوم هدولا بشكل شبيبة التلات وهم اللي بيقودوا كل عملية المحاولة يعني المرعبة للسيطرة على كل مناطق سي من خلال نموذج الاستيطان الرعوة اللي بيجيبوا واحد عمره 17 سنة وبعطوه خمس ست غنمات وبقولوله روح وحول شي عشرات ألاف الدنومات لمنطقة للرعي وتدريجيان بتصفي منطقة يهودية وبالمناسبة يعني منحكى عشرات الألاف من الدنومات اللي تم السيطرة عليها بهاي الطريقة اليوم هاي الطريقة ذات هللي انت بتكليها يمكن فيه لما كمان بزيارة سمعت عن مستوطن موجود بقرة قفين بالمنطار تماما حتى انت كيف حكيتي الوصف انه احيانا احنا منحتاج نربط زمانيا من كتر الأحداث ومن كتر المحطات نحتاج نحكي انه الكشافي والطلاعي اللي كانت بال48 هي اليوم اللي بتعمله يعني مش اشي انه هذا مستوطن ابن ابن مبارح هو استمرار لفكرة انه هو اعادة انتاج لالها بشكل جديد بالمناسبة اشي انترستن هو اعادة انتاج يتجاوزها يعني في اشي بسموه بالله يعني هو يعني هيك في نوع من بهضمه ويتعالى عليه ويتجاوزه يعني الصهيوني المؤسس هو جزء من الصهيوني اللي اليوم يأخذ شكرا شكرا بتتلال ولكنه اليوم هو يتجاوز يتجاوز وهي كتير مهمة مثل ما انه اسرائيل تجاوزت الصهيونية ومثل ما انه المستوطن تجاوزت اسرائيل اليوم يعني فيه تطور جدل للصهيونية اللي هو بيأخذها بيستوعبها ومن ثم يتعالى عليها ويتجاوزها فتصبح جزء منه ولكنها مش خلينا نقول يعني يعني هو يخضمها ويتجاوزها في نفس الوقت طب هنا بدي أرجع للمصارين اللي انت مسكتيهم العوامل الاقتصادية والعوامل الدينية وبدي أجرب أشوف امتى في مصار غلب على مصار تاني لأنه المشهد اللي بشوفه اليوم هو النقيد لا او مش النقيد ابعد عن المشهد اللي كنا عايشينه قبل عشرين سنة الاشارة لانهم هدول فقراء او غلابة او كذا تمام او الاشارة اللي لهم دائما بمفهوم اقتصادي اليوم اللي بنحكي عنه اكثر بتناقضوش بتناقضوش ولا بيغلبوا بعض مش بس بتناقضوش في كتير اشي مهم وهو يعني لازم واحد يحط حالي كده تخطوط حمر تحته اغلبية شبيبة التلال هدولة هم بالفعل جايين من عائلات مفككة هدولة بيستضوهم يعني هن بيتيب بس فيه وراهن ايش فيه وراهن مؤسسة بتصرف عليها بتشتري لهم الغنمات بتشتري لهم انا عارف المطور الكهرباء اللي بيحطوهم اياتوا بتعمل العلاقات مع اعضاء الكنيسة مشان يبعتول هن جيب الجيش اللي يوقف الجيش اللي يوقف يحميهن الى اخر بس هن نفس هن دول اللي قاعدين مرميين مرميين انت انت حاول فكر قاعدين برعو غنم بمنطقة اريحة بمنطقة المعرجات مين ابو طبيعي عنده شوية عكل بيودي ابنه طبيعي هادولا جايين باغلبهم من عائلات مفككة اغلبهم وعلى فكرة قبل فترة نشر واحد اللي تم استخدامه في عمليات تدفيع الثمن من قبل مجموعة حزب عطسما يهود ومباشرة من بن كفير عن كيف تم اخده من عائلته من عائلة مفككة تبني من كبال هدول المجموعة من المستوطنين المتزمتين ومشان يصير زي جندي في القيام بالمهمات الاستيطانية سني اغلبهم من عائلات جدا مفككة طب يعني بحاول اشوف انه اغلبهم من عائلات مفكة وكمان في بعدين للموضوع بس على مدار الزمن عم بتغير المستوطن اللي طالع بالاخر يعني المستوطن الاشد الاشرس الاعنف ما بعرف اذا انا عم بحكي صح ولا انا وعي كمان او مع السوشال ميديا ومع مستوى المعرف صارنا نشوفهم اكتر بس هنيدة ما كان في مشهد المستوطن الجريء اللي موجود اليوم صح او لا طيب وبيدي كمان شغلي اعرف اصبحوا ما ما يسمى فعليا حسن انهن اسياد البلاد وكيف حستو كيف وصلوا لهون لانه هم بكل اول شي لانه في باب ستر لالهن اسمه الجيش فشو ما بعملو بدقيقة بيقصل بالجيش بيكون الجيش بحميهن تانيا لانه في اليوم عمليا او في عدة اسباب واحد من الاسباب زي ما قلت لك انه في البيبي ستر اللي اللي هني اللي هني لجيش كل عربدت الجيش بيكون موجود هاي واحد تانيا او مش كل عربدت باغلبها تانيا لما بعتدوا على قرية فلسطينية الناس اللي بتطلع الدافع عن حالها هين رابعا لانه عمليا مسلحين اكتر منهم يعني ان موجودين ومسلحين خامسا لانه اليوم انت بطلت تحكي عن عشر تلاف مستوطن موجود بالضغط انت بتحكي اليوم هل اقل لعدد المستوطنين فوق الستمائة ألف واحد هدول اليوم اكترية هدول اليوم بشكل عدد كبير فكل هذا التواجد الفلسطيني بمناطق سي هو تواجد قليل نتيجة السياسة عملية التطهير الاثن الي عم بتصير في مناطق سي فصف هند اللي موجود وقمع مخيف وصحق لكل مقاومة فلسطينية وكمان خلينا نلوم حينا بعضا فيش اي تنظيم فلسطيني حقيقي عم بيكون بشغل حماية الكرة والناس امام عربدة المستوطنين اللي عم بتكون فيش في عندك ناس بس بتزاود بالحكة بس فيش اشي على ارض الواقع بحاول يحمي هاي الناس فالناس مكشوفة وعن جد اصبحت ما يعني فهدول عندهم شغل عندهم كوة عندهم وراهن دول عنصرية اكتر منهن وراهن دعم اعضاء كناسة قيادات هن اليوم هي موجودة بحزب زي عطسما يهودية اليوم هو وزير الامن القومي الداخلي اسم عطرش وزير بوزارة الدفاع هن الدول هن الحكومي هن القوة بنفع طب بنفع نمسك ثلاث اجيال جيل اليوم اللي هو عشرين سنة سبعتاش طمانتاش لحد اثنين وعشرين جيل الاربعنات وجيل الستينات والسبعنات اللي هو جد يعني الحد اللي برمح جار اليوم انا معلش بدي اضل ارجع لهذا المشهد عشان اشوفه كل مرة من بعد تاني لانه اغلب الاسئلة اللي بحتك فيها مع الاصدقاء او حتى مع الاهالي في البلد ولما كنت بستفزهم باسئلة على المستوطنين دايما بفرقوا ما بين الولاد اللي موجودين وما بين ما قبلهم فاذا بدي امسك تغيرت عوامل تغيرت دعم اصلا صار فيه تغير داخل حكومة الاسرائيلية داخل المجتمع الاسرائيلي اكيد انعكس على المستوطنين بس اليوم مرة تانية فيه ثارق ما بين الثلاث اجيال هدول بنفع نجرب ان تساعديني نعمل مقارنة ما بين الثلاث اجيال هدول على المستوى بشو بيقامنه شو علاقتهم مع الارض كمان اليوم لانه هذا انخلق في المستوطن هاي وشو علاقته ونظرته اتجاه الفلسطيني اللي موجودين في القرى اللي حوالي اوكي الايش بتعلق كمان كتير احمد نطلع على التغيرات الاجتماعية السوسيولوجية اللي صارت في داخل المجتمع الاسرائيلي الاسرائيلي وايش افرزت بمعنى انه عمليا ذهبت لما قلتلك انه تطور جنيني انه ذهبت كل الوقت هاي التغيرات باتجاه اكتر ردكلي للمجتمع هذا من جهات تغيرات الديمقرافية بنحكيها كتير بطريقة كتير هنقول فلغر اذا بنا نطلع احنا اذا بنا نقارن بين اللي كانوا موجودين اطهام اسرائيل في 1948 وبين التركيب الديمقرافية لإسرائيل اليوم بلا انه بال48 فلطة ال85% من اليهود كانوا عمليا علمانيين اشكناز اوكي واغلبهم اشتراكيين بدهني كي موزي ما قلت لك هاي الدول اليهودية اللي بتحقق اليوم نتيجة التغيرات الديمقرافية اولا بالخمسينات تحول انقسمت هاي التركيبة بعد دخول الشرقيين صافة في عندك ففتي خلينا نقوم مجتمع يهودي مقسوم اثنيا ما بين شرقيين وما بين غربيين ايش الاساس اللي عندنا الاشي كمان اثر من ناحية الوضع الاقتصادي الى اخره بس خلينا نتجاوز نتجاوز هذا الاشي واثر اجتماعيا بجهتين باجهة انه اعاد تشكيل البنية الاثنية بحيث تحولت من البنية مهيمنة فيها مجموعة مش مهيمنة الاكثرية فيها اشكنازي لمجتمع مقسوم اثنيا بين اشكناز وبين بين شرقيين البعد التالي اللي صار انه انقسمت من اغلبية علمانية لا فيها جزء علماني وظهرت خلينا مكون فئة جديدة اللي بيسموها فئة المتدينين المحافظين بس مش الحاردين مش الاكسترا مش الاولترا ارتوكس زي اللي موجودين بالاحزاب زي الشاس ويهدوطها تورا شاس بعدين صارت شاس ما كانش اشي من هالشكل بس الاولترا ارتوكس اللي كانوا موجودين فيها في هاي الوقت انت بتشوف ان الصراع الاساس اللي موجود هو صراع بين يمين ويسار بمفاهيم اللي الها علاقة بالاقتصاد بالبني الاجتماعي بالنظام الاجتماعي ففي عندك حروط من جهة وعندك حزب العمل من جهة وتم يعني الاستكتاب اخذ بعد اثني لانه الشرقيين تدريجيا انضموا لحزب اللي كان هدول حاليا بهاي المرحلة خلينا نقول مرحلة الاسرائيل اللي تصاغ فيها القيام علاقات المؤسسات المختلفة الى اخير اللحظة اللي بيبلش يتم اعادة بناء هذا الاسرائيل المستوطن هي السبعة وستين اوكي لحد السبعة وستين عندك اللي ما يسمى التصبر الصبرة هذا اللي اللي شاركوا في اقامة اسرائيل بالثمانية واربعين من اليهود والاشكناز بالاساس والشرقيين ما كانوا شفيق الهندور بالموضوعين فاتوا على القصة بعدين انضموا لقياها بالسبعة وستين بلش يطلع هذا النموذج الجديد تبع المستعمر الجديد اللي زي ما قلتلك فيه بعدين فيه بعد المستوطن المتدين وفيه بعد المستوطن اليميني تبع حزب حروت وإلى وإلى أحيانهم من اشي الاساس اللي بعده مسيطر فيه هذا هو البعد الايديولوجي تبع الصهيونية المؤسسة اوكي بعده لسه لسهاته مأخود بفكرة الاستيطان ما يسمى انكر خلاص الأرض اللي هي أرض إسرائيل وإلى آخره فهو فيه بعد أكتر البعد المتأثر بالأفكار الصهيونية الأولى بس هذا تدريجيا ببلش يتغير ببلش يتغير باتجاه كمان انه خلينا نقول الثورة الداخلية في داخل السراعات الموجودة الأيديولوجية بين اليمين واليسار الإسرائيل يعيد الاستفاف من سراء حول أمور اقتصادية ونظام اجتماعي اقتصادي للاستفاف حول مواضيع تتعلق بالسراع نفسه يعني بصير اليسار هو اللي مع انه تعالوا نلاقي طريقة نحل القصة انسحاب مقابل السلام ببلش يحكي بها اللغة دي بالمصي وهدولاك بصير اليمين واللي ضد الانسحاب وضد الى اخر ضد الانسحاب ومع الاستطان وإلى اخر فبصير اكتر يذهب باتجاه التموضع حوالين والتمحور حوالين هذه القيام المختلفة التغيير الديموغرافي اللي بصير هو تدريجيا كمان تتزايد قوة الجماعات اللي كانت بسنوات الخمسينات كمان مرة هي هامشية مثلا تعطيك مثلا شو اللي بصير مثلا بسنوات التمانينات سنوات التمانينات بلش تطلع قوة الطيارات الحريدية لا تطلع قوة الطيارات الحريدية لانه كمان بصير في تغيير ديموغرافي الحريدين اللي كانوا اقلية كتير بسنوات الخمس سنات تتحول تدريجياً وخاصة بعد السبعة وسبعين لأنه تنضم للليكود بعد خسارة حزب العمل هن نضموا للليكود كمان الحرديم وكمان طبعاً الصهيونية الدينية المفدال مع الليكود هذا الكلام بنضمه مع بعض هاي اللي كانت مرة تشكل هوامش في داخل المجتمع الإسرائيلي يعني تحت هايمنة مطار لحد السبعة وسبعين هدولة الأشكناز العلمانيين لأسس الدولة هن اللي مسيطرين هن اللي مسكين الدولة هن اللي بيحطوا الثيمس وبيحطوا التصورات والأفكار الأخيرة هك والحرديم وطبعاً حروت إنسا اللي كود يعني في محاولة دائمة الصراع مخيم بنات المحاولة دائمة لقمع هن من كبل حزب العمال والشرقيين طبعاً تعامل مع هن بفوقية مخيفة هدولة الهوامش تخيل تحالفوا مع بعض وأسقطوا حزب العمال بالسبعة وسبعين وأقاموا الحكومة وتحاولوا تدريجياً للإليت السياسي الجديدة بس هي إليت سياسية جديدة بالأساس بربطها إش إن هو فكري أيديولوجي بلش يربطها إش فكري أيديولوجي ومن جهة أخرى الإش الثاني اللي بربطها إنه هي مش إليت اقتصادية أنت مهمني مش إليت اقتصادية يعني الإليت الفكرية والإليت الاقتصادية نخب المجتمع الإسرائيلي هي ما زانت عند الأشكناز حزب العمل ماباي هناك هذا طبعاً له علاقة لأنه هن سيطروا من الثماني وقالوا هن سيطروا فترة الي يشوفوا هن سيطروا إلى السبعة وسبعين فأنت بالسبعة وسبعين لسبب التحول الديموغرافي اللي صاري قدرت إنك تقدر تسيطر وتمسك الحكم بس وش عندك نخب على فكرة الصراع اللي بنشوفه اليوم اليوم وجزء من هذا الصراع إنه إحنا قدرنا نوصل لقمة الحكوم بس بعد ما يسمى الدولة العميقة مش واصلينها ليه؟ لأنها بأيدي النخب التقليدية الأصلية الأشكنازية بالأساس أوكي فهن واصلين بس مش حاسين إنه بحكمه طبعاً هن بدون يحكمه بطريقة أكتر فاشية بس إنه فعلاً مش عم بحكمه لأنه الإلية الدولة العميقة ما زالة موجودة بالنخب الأشكنازية الاقتصادية الهايتك الفكرية الأكاديمية العلمية إلى آخر يبدأ أقول لك إياتو إنه إذا أنت بدك تقارن كل مجموعة شو أفرزت نخب سياسية ونشطاء هي على شكل التركيب الاجتماعي طبعتها فبالتالي أنت بوضع اللي بتشوف إنه التزوج بين هاي النخب المختلفة أنتج كل الوقت نشطاء بيشبهوها أكتر رحين باتجاه مستمر نحو إنه نحو التعصب الديني ونحو التعصب القومي ليش لأنه إنت النخب تبعي خلنكم النخب الأشكنازية والسياسية حتى اللي كانت موجودة سابقا إذا كانت من حزب المفدال هي عمليا تراجعت لصالح التيار القومي أكتر اللي هو تيار الرافقوك ولكن إذا كانت بحزب حروت نفسه فإنت بتشوف إنه النخب التقليدي المؤسسة الأشكنازية هاي اللي كانت جزء من الصبرة هاي كمان تراجعت تدريجيا لصالح بيئات من الشرقيين اللي أكتر من الطبقات اللي أقل حظ وأكتر فقرا في داخل المجتمع الإسرائيلي والأهم من كل هذا اللي انعكس مباشرة على نوع وشكل هذا المستوطن اللي انت بتشوفه بالطريق إنه صار في عملية صحياني مستمرة للحرديم أوكي صحياني أنا مسميها حتى أكتر من صحياني هي قوما مستمرة للحرديم لأنه صحياني فيها بعد مختلف بحاجة أكتر وتزاوج هاد هاي بين الحرديم نفسهم نفسهم أوكي مع المتدينين الصهيانيين يعني الصهيانية الدينية اللي كانت المفدال هي الممثلة الأساسي لإلها أثرزت جماعات جديدة تريد أن تكون أكتر محافظة أكتر متدينة أكتر متزمتة أكتر قومية وتكون بالضبط يعني منافسة للحريدي الأولترا أرتودوكس المتزمت مع البقاء صحيوني وهاي الظاهرة الجديدة اللي اسمها اليوم الحردلية الحردلية هي نقطة مفتاحية من أجل فهم كل ما يحدث اليوم بالضفة واللي هي أفرزت عمليا حزب يعني أهم نموذج لإله هو نموذج سموترج اللي هو بختلف عن نموذج بينت إذا بنا نحكي بتفاصيل قليلة بينت حاول أن يكون نموذج الصهيونية الدينية العقلانية تعرف كيف باقصيرة وصغيرة كل ما كبرت الكيبا عند اليهود بتحس أنه أكتر ذهب اتجاه ديني قومي ومتزمت فهي هو بنت حوالي كون التيار المودن فالكيبا أو الكولونسوة هي كتير صغيرة وهو رجل هايت وهو أشكنازي وهو متزوج امرأة علمانية ومتزمت استيطانة نحكة هذه البلاد صراعي اليوم عم بنحك أو في الدعاء أنه مجتمع المستوطنيين عم بيكون أكثر مجتمع منتج مش مجتمع عالي وهذا بنعكس كمان على السياسة إذا بدي أمسك هدول الدعاءات التلات بتوافقيني فيهم أول شيء أو بتوافقوا لدعاءات التلات هدول خلينا أقول لك أولا أنه النموذج الاقتصادي بعده موجود إسرائيل أسست كما يعني أظهر واحد من الأبحاث الكثير مهم يعملها أستاذ الطانس الشحادي في مدار قبل حوالي 3-4 سنين بشراك نسيت اسمه هاي بنرجع ما حدا تاني يا الله ما عاص أطرش ولا نسيت مش مهم بتعيدها هاي إحنا إحنا إنت حكتيلي إنت حكتيلي مرتين من قطع إحنا من قطعش فهو عادي رواك يعني هو تقارب هيك إحنا بنحكي ساعتين وثلاثة فأكيدنا ننسى يعني أصدر في مدار قبل فترة عدد من السنة تكتاب أنهو المستوطنات دولة الرفاه الإسرائيل يعني إسرائيل أقامت دولة الرفاه في المستوطنات وبالتالي فعلا الإنفستمنت والاستثمار في المستوطنين وفي حيات مقابل دولة دولة نيو الليبرالية في إسرائيل الثمانية وأربعين ظروف الاجتماعي الاقتصادية كتير مغرية الشروط كتير مغرية في داخل المستوطنات ففي استطان اقتصادي شو هي؟ طيب وفي استطان ايديولوجي استطان الايديولوجي بتلاقيه بالأساس في داخل عمق الفضاء الفلسطيني الاقتصاد بتلاقيه أكتر على الأطراف ومناطق زي المستوطنات البلوكات البلوكات المستوطنات البلوكس الكبيرة تبع المستوطنات فالتنين بلعبوا دور عمليا التنين بلعبوا دور الايديولوجي بيقعد لك بنص منطقة حد نابلس مشان يأكد لك انه بديش اصير توالي فلسطيني البلوك الاقتصادي بروح لانه المستوطن الاقتصادي بروح لانه يعني وين بدوا يلاقي يعني بهالظروف وبيت وبهالمساحة ومع حكورة ومع كل الشروط الموجود واليوم تعال على المستوطنات الموجودة على منطقة القدس ما هي يعني عشر دقايه بتكون بالقلس يعني فيعني كتير صبط ما في المسألة ليلان ففي هذا الاشي البعدين موجودات ايش السؤال التالك اللي سألته اذا بدي يمكن انا شوي مع مرور الزمن المستوطنات اللي موجودة بالقدس يمكن بقدر اتعاطى معها بمكان خارج فلسطين باستنبول على سبيل المثال على مستوى عمراني وعلى مستوى تخطيط صارت ضواحي او مثل ما المدن فعليا متتمدد بمعنى في القدس فعليا شكل المناطق اللي كنت بالسابق بتحكي عنها كم مستوطنات هي بالظبط اليوم تعتبر ضواحي الضواحي وفعليا شبكات المواصلات وشبكات الخدمات ومش اقل خدمات اصلا من من حد ساكن خارجها فبالتالي المشهد مغير بظن للمستوطنات اللي في الضفة اللي مثلا وانت قاعدة بتحكي بظن بتحكي عن شيء بشبه اريال مثلا والمستوط وبتقارن كمان وبقدر اقارن فيه تسار صح صح مية بالمية مية بالمية هاد عندك نموضاجين علي واريال اريال فيها جامعة واريال فيها الناس بتبدأ در فيه شارع مباشرة امبر اريال ووصلك تلقى بي ممكن خلال تلت ساعة بطلت اليوم تعرف كانوا المرة يحكوا انه بدهم ضمن مستوطنات للضفة لا اليوم الضفة لسرائيل يوم إسرائيل مش بحاجة لهذا تضمن مستوطنات ضمت إسرائيل أوكي المستوطنات اللي ضمت على ذلك ضمتها ودخلت وإعادة تشكيل وتعمل على إعادة تشكيل كل البلية السياسية فيها كما تجد أفضل التعبير لإلى اليوم في موضوع التغييرات التغييرات القضائية اللي بتحاول يعني انه تقطع الطريق حتى أمام إمكانية إمكانية انه تغيير الوضع في المستقبل الهدف الأساسي لهذه التغييرات هذا موضوع مختلف وكل موضوع السيطرة على الضف وإنه كيف تقدر أنت تسيطر على الضف والضم الضف فأنت بتشوف أنه وصلنا اليوم لمرحلة مع الأسف الشديد أنه انتقلنا للنقاش بنقاشنا كلياته من أنه المستوطنات بمناطق عم بتغيير البنية الديموغرافية في الداخل لنقاش أنه المستوطنات تمنع أي إمكانية لحياة السياسة انتقلنا اليوم لنقاش أنه شكل المستوطنين اليوم اللي موجود ومشاريعهم تهدد الوجود للفلسطين تهديد الوجود لأنه إذا أنت بتاخد ما يجري على الأرض بالاستطان من استطان رعوي بيحاول عربد على قرى كاملة وعى تجمعات وعى فكرة الإش المأساوي والمحزن أنه تحدث عن عدة تجمعات فلسطينية تهجرت في السن اللي فاتت عين سامية طلعت عين سامية في مناطق بدوية طلعت بطلوا قادرين يتحملوا العربد اللي بيقوموا فيها المستوطنين وطبعا هذا جزء بالنسبة لهاي التجمعات الاستطانية من النجاح وبيحتفلوا فيه يعني فإحنا بتحدث عن بعض وجودي اللي هو بيرتبط فيه عمل على الأرض مدروم ومسنود بكتابات ويعني فكرية ورؤة فكرية مكتوبة بعبر عنها حخمات المستوطنات في المناطق المتوافع اللي وفي تسهار أو من خلال خطة الحسم اللي بيحكي عنها اسموتريتش وغيرها وإحنا مكشوفين الظهر تماماً لأنه كمان السلطة الفلسطينية موجودة في حالي في حالي يعني من شلل مطلق وقدرة على الحماية وعلى العمل كأنها يعني شاهد ما شفش حاجة مش موجودة نهيك على إنه المعارضة الفلسطينية اللي موجودة اللي بتعارض السلطة هي أتعس من السلطة نفسها بما تطرحه وبما تحاول العمل فيه وحالياً الفلسطيني اللي بالكرة عن جد مكشوف الضهر صحيح 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 احنا بالعادي لسه كمان بتم الإشارة لعين سامية وبتم الإشارة لتجمعات البدوية بس إذا بدك تيجي تتطلع اليوم مثلاً بكون أتطلع على سرة البلد اللي اعتادت فعلياً الاعتداءات الجيل الجديد اللي بيطلع وبيتعلم بره من الصعب عليه قصاً لأنه هون مش في مواجهة مباشرة لأولاده وهو ما عنده قدرة على أنه يحمي ولاده مع الزيادة اللي عم بتكون في حالة ترمسعية المختربين اللي كانوا بيحتفوا بكل مكان لما صار الحريق لترمسعية عم بتطلع أنه مش أكيد أهالي ترمسعية يرجعوا مرة تانية أو يعني مثلاً رح يتأكدوا كتير ظرف الانتفاضة عطل الفلسطينيين الموجودين في أمريكا من الزيارة بتذكر اليوم مع الحوادث اللي بتصير في ترمسعية مش متأكد إذا هدول اللي كانوا معتدين يجوا كل سنة أو كل خمس سنين رح يضلهم بالواتيري هاي وبظن الإشي اللي بيصير في حوارة هلأ رح أجيله يعني أنا عم ببني أنه هالقدة في شارع وفي بلد كان في عندها علاقة مع مستوطنين كان المستوطنين بتعاطئ أو المستوطنات اللي موجودة بتعاطئ مع السوق سوق حوارة كسوقهم فبالتالي حتى وإنتي قاعدة بتكرين أنه كانوا بيجوا بالزمنات بيجوا بشتروا أغراض بالنسبة لإلي هذا مشهد حديث حتى بالانتفاضة كيف حوارة والمستوطنين أعادوا ترميم العلاقات بشكل سريع اليوم كمان في مشهد جديد عم بيكون فلإلي يمكن بتلخص بالشارع هاد بشارع حوارة حتى فعليا بالجسر اللي بيبنوه عندهم بالشارع الجديد اللي رح يخلص آخر الشهر يعني فيه إشي بتركز بكل نقاش رح أرجع له هني ده بس بدي أرجع مرة تاني للجانب الاقتصادي والامتيازات أخدت المشهد اللي أنت كنتي لي إياه كمان بتم الإشارة بصحله فعليا يسكن في بيت ومعه حكورة في الوقت اللي ممكن نأخذ شقة جوه بس كمان البيت والحكورة في بعض المستوطنات عم بكون غالي كتير يعني بطل الإشارة فكرة فكرة أنه البيت أو الحكورة صحيح فبالتالي الإشارة التقليدية أو الإشارات التقليدية لفكرة أنه هون عم بأخذ بيت أكبر لا هو فعلا عم بأخذ بيت أكبر بس هو السكنة مش بفكرة بيت أكبر وأرخص صار فيه غالي وهو عم بأخذه يعني بهذا المنطق إذا بنا نمشي بشوية تسلسل الامتيازات اللي إحنا نشأنا عليها واللي بعضنا ما زال يعني بنحب حتى نظل مصدقين أنه هدول المستوطنين اندفعوا دفع اقتصاديا بأنهم يسكنوا في هذا المكان وصولا على مشهد اليوم اللي بتدعي أنه إحنا مش عالي على الدول إحنا منتجين اقتصاديا هده شو عالي ما هو ما فيش فصل بين المستوطن وبين تلقبيب ما هو المستوطن بيشتغل بكل قبيب وبشتغل بالكدس وبشتغل بكل هالمحلات نحيك عن ذلك أنه كل النقاش بالنسبة هذا النقاش أنه هل يعني المشروع الاستيطاني ومشروع ايديولوجي قبل ما يكون مشروع وفيه له أبعاد يعني اقتصادي It's very interesting على فكرة أنه الأبعاد الاقتصادية تظهر وين يعني بمحلات معينة وبتظهرش بمحلات معين الاقتصاد اللي بخير نقول الاستيطان في منطقة الأغوار هذول اللي بتسمعش كتير عنه هذا استيطان اقتصادي بالأساس هناك رايحين مشان يستفيدوا من الأرض ومن المسحات هذول مستوطنين اللي هن مش بالضرورة كتير يمين وهذول جزء كتبير من هن أشكناز اللي هن بتعرف بيش بوا هذول تبعين الكيبوتسات فهذول بنجبش كتير سيرتهن بينما إذا انت بتيجي على المشروع الاستيطاني هو مشروع ايديولوجي لأنه في كل التشكيلات تبعت الحكومات الإسرائيلية هو بلبها وفي الفترة وبتصاعد وبندفع ثمان مرات إسرائيليا على هذا الموقف بمعنى انه بتيجي أمريكا بتطلع قرار بالالفين وستاش ضد المستوطنات يعني بحكي رمزيا بس بيسروا عليه وبكملوا فيه بعض ايديولوجي أكتر من انه فيه بعض اكتصادي يعني اكتصادي مهم بس هنا مش رايحين نستوطن الإسرائيلي بقولك بمنطقة نابلس عشان بيار المفط اللي فيها ولا عشان أنا عارف بإيه حقول الماس والغاز ولا إيش لا لأنه هناك هن مأمنين انه بعرف إيش حسب الطورة فيه يعني فيه هذا البعد الأيدولوجي وهذا بعد كتير أخطر وكتير أصعب وكتير يعني مواجهة والطلب يعني يمكن أدوات مختلفة لأنه لو المسألة بس اقتصادية أنا براية زمان نحلت بس هي مش بس اقتصادية على الإطلاق على الإطلاق واليوم تحكيلي أنا فاهم اللي أنت بتقولي وأنا معك بس أنت بتقولي حتى أنه ما فيه مصلحة اقتصادية للمستوطن أنه يضل موجود في مناطق 67 في مستوطنات الضفة في منهم أنه هذا يعني مش إيش اللي هو باخده بعاني الاعتبار بعض وهو مشروع ممكن يكون مخسر للدول كمان ممكن مش أكيد يعني مش نعم بقول بخسر هي بدها تكمل فيه لأنه من نسبة لها مشروع ايديولوجي ودع مدعوب من جهات فئات كتير كبيرة بالشارع الإسرائيلي اللي هي المخزون الانتخاب اللي لقلها اللي هي بتدعمها عشان هذا هو مشروعها السياسي اللي إذا ببطل هذا مشروعها السياسي بتبطل تدعمها فإحنا في هذه الدائرة اللي هي موجودة هل واحد هلأ خليني أسألك أنا هذا الرعيان هدول اللي كاعدين بمنطقة الأغوار بلا شو البعد الاقتصادي تبع مشروعه بديش أمسك الرعيان اللي بالأغوار بس دي أمسك المستوطنات اللي بالأغوار نحن نكتر ناس عم باخدوا أرض عمالين آخر فترة بإحنا عم نحكي عن التطور ما هم بالسبعينات عملوا بلشوا بالسبعينات بلشوا اشتغلوا حسب خطة ألول وبالتمنين بعدين أجا شارون غير نمط الاستطان بالمناسبة التغيير بلش من شارون بلش من شارون التغيير باش بعدين بالتسعينات كل البؤر الاستطانية تبنص الضقف بلشوا يعملوا بشكل يعني سياسي ممنهج وأنا بقول لك اليوم في عندك 62% من المناطق الفلسطيني مناطق صي الهدف الأساسي اليوم لكل شغل الاستطان مناطق صي هذا الهدف ففكرة ايش الفرق بين أريقان وبين أنا عارف قوش عتسيون مش كتير فرقة اليوم الفرق اللي لازم نفكر فيه هدول الخطر اللي استئسه بصير هدول اللي قاعدين بيشتغلولي على الاستطان الرعوي كيف عم بيهددوا وجود الفلسطيني بمناطق جيب وكيف عم بيهددوا انه يسيطر على كل 62% من المناطق هذا هو الخطر الأساسي أنا متفك معيك بس أنا بفرق شوي ما بين مستوطنات اللي موجودة في الأغوار اللي فعليا مثلا اللي بيشتغلوا فيها المزارعين اللي بيشتغلوا بالتمور وبتمر المجهول وشغلوا فعليا نقلوا العلاقة واستحوذوا على الماء واستحوذوا على مزارع وكمان صار فعليا صاحب الأرض الفلسطيني عامل عندهم بأرضه الإشارة للمستوطنات هدب العادي بتكون هنيدنا هي مستوطنات فاضي يعني فعليا بتم الإشارة لإلها من أهلها هيك الآن أنا بفكر إنه فيه فارق ما بين لما منيجي بنحكي عنها وما بين المنيجي بنحكي على أرائيل يعني أكيد فيه فارق وهون فيه إشي اقتصادي بحث واضح أكثر وببرز أكثر هي بتقدر تسميها نماذج وأنماط للمستوطنات في إسرائيل هي نماذج هي نماذج مختلفة كم نموذج فيه يعني بتقدر تحكي عن نموذج الرعاو بتحكي عن نموذج الاستطان الاقتصادي ونموذج الاستطان بمعنى الاستطان الزراعي يعني فيه عدة نماذج هي نماذج بس يعني أنت السؤال هاي التمييز بين النماذج غير البعد ليش أنا لازم يعني أصر عليه مثلا أو ليش لأ يعني عم بسأل حالي أنا أنا بقولك أنه أنا التمييز بين مثلا جوش عكسيان وبين نعرف بين يتصار هو سوسيولوجيا مهم بس سياسيا مش مهم طب لما بيجي مستوطن بده يوسكن كيف بيختار المستوطن حسب شو بده إذا هو عم جد بس بده بلد كتير قريب عن قدس بس ما يدفعش كتير ممكن يختارها هذا الأساس إذا هو بده يروح بس عشان بده يحرر أرض إسرائيل من الكنعانيين ومن الشعوب الشعوب كل واحد حسب شو الإش اللي بده إياه بدي أحكي من بداية الحوار لحصة صار واضح لكتير من غير ما أسألك على قضية أنه المستوى العداء للفلسطينيين اللي قاعد بزداد لأنه انطلقنا من محطة أنه هو اليوم مش بس برمي حجر على إشارة عند عيلي مثلا على الناس اللي مر لا هم فعليا بنزلوا لحرق حوارة تفكير هو فيه إشي عقابي طول الوقت ولا فيه إشي أملا وطموحا عندهم بأنه أهل حوارة يغادروا حوارة لا هو فيه أكتر من إشي أول شي فيه بعد اللي هو ديني بمعنى كيف هو المنطق والتصور اللي بتنطلق منه لما بدرب حجار وبكسر على هدول الناس هو بتنطلق من منطلق أنه هدول أغيار قاعدين في بلاد أرض إسرائيل التي يجب أن نعرر منها يعني فيه في عقله كل هذا الموروض ينشوع بالنون والشعوب السبعة وأشياء أكتر من هيك يعني بصراحة مخيفة في المفهوم اللي هو كيف صحق الأغيار في هذه المناطق فهو بيشغل أنه يحرر بلاده وأرضه المقدسة من الأغيار الكفرة اللي قاعدين فيها هذا واحد وبالتالي عملية بهذا المنطلق هو بيأمن أنه أش عم بيعمل بيساهم في أنه أولا يثبت منه سيد البلاد ثانيا في أنه يهدف فعليا بالإش البعيد إلى أنه يوصل لمرحلة ويطلع من هذا بالنطلق يعني لما سمترج قال يجب محو حوارة هادي مش بس هيك غلطة مطبعية هادي نعمل الترانسفير يا إذا مش عاجب هن إش الجيس بح يعرف شو بدوسا يعني هن بيهدد بيساهم أنت بالتالي هادي هي العقلية المتحكمة بهذا المنطق طب بنفس الذكر بنفس السياق من روح للجيش بداية الحوار أو في أول وكنت حكيتي وذكرتي أنه بيستغلوا علاقاتهم مثلا مع أعضاء كنيسة عشان ياخدوا أمن وأمان لحركتهم أو لكذا وإحنا بنشوف دايما أنه زيكي أنه الجندي بكون ملحق في المستوطن يعني هو بحميه بس كمان ملحق فيه هيك الشكل البصري على مستوى حوارة اللي هلا بنبلش هيك ندخل فيها أكتر أكتر بشوف أنه صار في طوريت للجيش يعني على مستوى مثلا بالعين كأحدا مشاهد أنه قال الجيش كان بيجي بيبعث اتنين أو تلاتة بيحموا مجموعة المستوطنين ما يرموش إحجار وهيكو إذا اعتدوا على فلسطيني يحاولوا يخففوا من الإيقاع بس اليوم كمية الجيش اللي موجود بشارع حوارة هذا عبق عسكري يعني بأي مكان تاني بأي سياق وبسياق احتلال بتطلع عليه كعبق العلاقة مع الجيش كيف عم بتكون اليوم بهذا السياق هذا لو افترضنا انه احنا بنحكي عن جيش جاي من سويسرا او جيش من الأمم المتحدة في عنده مهمة بتدوعم بصير في مشكلة جيش اليوم جيش كبير منه هم مستوطنيين اليوم الجيش من كل من كل عشرة في تنين بسوطنا بين كبير الجيش بوضع اللي هو متشابك ومنضفر تمام مع كل المشروع الاستيطاني والجيش اليوم وقوات الجيش او الكوات الامن اللي موجودة في داخل الضفة تنقسم ما بين كوات جيش نظامي وما بين كوات اللي هي شراطية اللي فيها مش مارك فول واللي فيها حرس المستوطنات وفي بنات علاقة تعاون وإلى آخره فالمسألة مش انه فيه الجيش وفيه المستوطني لأ العلاقة صارت كتير كتير معقدة ومركبة بناتها ومتداخلة أكتر وأكتر وفيه وحدات بالمناسبة اليوم اللي أغلبيتها هن من المستوطني فأنت بتحكي عن تغييرات اللي هي استراتيجية بنيوية صارت حتى في بنية الجيش عشان اللي دائما بنقول إنه اللي كان ممكن من سنوات التسعنات والثمانينات بطل اليوم ممكن سياسيا اليوم أنت بتحكي عن مجتمع تغير تماما مجتمع الإسرائيلي هو مجتمع متغير مختلف اليوم مجتمع أكتر يمين للتدين ولليمين ولل يعني يعني خلين تكون فيه تغيرات عن جد بالعمق صارت موجودة في داخل هذا المجتمع اللي حولت ومجتمع اليوم الصراع اللي بتشوفه بين هاي النخب التقليدية القديم المؤسسة وبين النخب الجديد السياسي هو صراع على كل المشروع الصهيوني باتجاه إنه هدولك بحاولوا ينقضو إنه هو مشروع دولي مشروع دولي غربية علمانية أشكنازية أخير هدول بحاولوا يقضو باتجاه مشروع قومي إثني للمملكة اليهودية طب أنا بحكي عن الجيش مش لأنه جيش جاي من سويسرا بس بحكي عن الجيش لأنه مؤسسة وأي مؤسسة فيه لها حساباتها وهن دخلوا في بنية المؤسسة وفي في في أجل يعني خلينا نكون في مستويات المختلفة للمؤسسة هن أصلا يوم قائد الجيش مستوطن تمام قائد الجيش مستوطن رح يوفر دعم وحماية أكتر وعن بجرب رح أسأل هيك أسئلة صغيرة عشان أتأكدني المشهد قائد الجيش إذا كان في سابق أن الجيش يبعث جندي أو جنديين مع مجموعة من المستوطنين عشان ينزلوا على حوارة ممكن يبعث جب أو ممكن يبعث جب بين بس فعليا مثلا الجيش اليوم لما نزلوا وحركوا حوارة كان فيه فرضة باللي أنت بتقول لي فيه تنسيق أو فيه أو فيه تعاون موجود على الحدث هذا ما بين مؤسسة الجيش وما بين المستوطنين أنا بعرفش كيف صار الاشي بالزبط بنارتم بهديك اللحظة بس أنا بقدر أشوف أنا شفت أنه كان فيه جيش وما كان بدوره بالمناسبة دوره حسب القانون الدول في منطقة محتلة وحماية السكان المحلية أنا شفتوش لقم بدوره وأنا شفت أنه فتحت المساحة لعربة المستوطنين هذا اللي شفتو طيب بالآن أنا ماش أنا ماش بفسره أنا بحاول أفهم الديناميكية اللي موجودة لا بحاول أفهم الديناميكية اللي موجودة لأنه من مكان تاني كمان كمية بأي جيش بالدنيا المهما كان فعليا هو ماشي مع الحزب المؤيد يعني أو الحزب الحاكم في أي مكان هو مع الهيمنة يعني فيه إش أبعد من الحزب هو في في هاي يعني في بس هو كان مهيمن على حوارة يعني الجيش كان عنده حضور في حواره ومسيطر عليه الحدث اللي اتطلب التصعيد اللي صار اكتر فعليا فيه عندك اعتداءات من المستوطنين زادات وفيه عمليات صارت من مقابلها فالجيش فعليا فرض بكل ثلاثة متر فيه اربع اخمس جنود فيه كل ثلاثة متر فيه برج او برجين هلا بس يفتحوا الشارع الجديد ببطله محتاجين الاشي هذا بس انا باجي بتطلع على المشهد هذا ما بقدر اطلع عليه انه انه مثلا تم التخطيط او تم التخطيط لنقاط الحماية والمراقبة ما قبل الاعتداءات اللي موجودة فبشوف فيه اشي فعليا انه مازال المستوطنين او هيك بقدر او هيك بفكر انه المستوطنين بصوا بكل جيش بخطوة على مستوى الهيمني وعلى مستوى القمع وعلى مستوى الضرب والجيش بالحق اكتر الان باللي انت بتقوليه انه فيه شكل تعاون وفيه شكل مراكمة اللي اتنين عم بعملوها في حالة حوارة اذا من اخدها اكتر بهذا الشكل انا بقول انه ادارة الضبط الغربية كالكل تتم من خلال عملية تقاسم ادوار ما بين المستوطنين وما بين الجيش بحيث يدخل الجيش في حالات معينة وينسحب في حالات اخرى بحيث يفتح مساحات احيانا للمستوطنين عاربي دو كندش ما بدهم وينسحب فيه احيانا انا قبل شهرين كنت انا وجوزي جوزي معنا سيارة سيارة نمرة دوالية وانا ما شاء الله بين جامل روسيا مرئيا كان في عملية بهذا الشارع بنفس اليوم المستوطنين كانوا على الشوارع واحنا مرأنا وصلنا ولا هم بوجهنا سيارات الفلسطينية الفلسطينية مكسرة والناس واقفة واضح انهم عجبيت فيها والمستوطنين وراها من الجيش المستوطنين والدي يعني هل الواحب تطلع ولها 16-17 سنة و 15 سنة واقفيا ومحن ناس اكبر ومستوطنين بتعني مع السوالف الطويلة والطواقل الكبيرة ومنظر الهبه هذا تبع حين وقاعدين بيعربدوا على الشارع مين بدهن ندخلوا ومن بدهن نكسروا ومن بدهن نشي دخل والجيش موقف معهم هن قدام الجيش برا هن يعني محمي معهم طلعوا علينا احنا هيك إسا أنا قلت الله يستو يا ابنوك القتلي يا ابن منوك بفكرونه أجانب لأنه نمرة دولية مع جوزيا لأنه زي ما قلتلك أنا شكلي بعطعة كأنه مستوطني ولا أبصر إيش قالوا لنا امشي بس لأنه سيارة دولية لأنه بكرهوا كل المنظمات الدولية طفوا علينا يعني بس مزقوا علينا عقلت يلا يعني شو بدي عمل أنا قلت لأبلادي وقتها إحنا الكاميرات خلوهن بحالة تشغيل إنه إحنا بدنا هاي بس تسترجي تعمل إشي إنتا بلعب الحزبت تسترجي مثلا ولا إشي بس نسحبنا طفوا علينا وإحنا مشينا الباقين الأهل الكرة والمدن الفلسطينية التانية اللي بالسيارات مكسرين كمنظر مرعب كان أوكي يعني منظر مهيل 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 لا إيش ما بدك والجيش واقف معهن فأنت بتقول هذا هو تقاسم الأدوار اللي أنا بحكي عنه إنه والجيش واقف بدل ما يعني مفروض بالوضع الطبيعي بيحبسهم بعتقلهم مش بيحميهم بحماية الجيش والباب الستر طباحنا أنا تماما بوافقك عشان هيك كنت بدي يعني بجرب أسأل بأكتر من شكل لأنه أنا كنت يعني في مشهدين لقى اللي شفت اللي أنت شفتي وأنا طالع على رمالة عندي يتصار كان المستوطنين موجودين فعلى هاي جروبات التليجرام قالوا أن المستوطنين موجودين فأنا وأخوي إنه تعا نجرب حظنا نشوف إحنا إذا فعلا موجودين أو لا لقينا الجيش فعليا واقف أصلا هو مسكر الطريق يعني هو أصلا بكلك أنه خلص تروحيش من هون ففيه إشي أنه يا إما بيخففوا بيخففوا اشتباك عليهم هم أو بيخففوا إدارة اشتباك أو مش بس بيحموهم يعني بيحاولوا بقدر من أنه مش تزيح للعشرين هدو لا خلص بسكر لك الشارع كله فأنت تسكرت عندي شمال الضف من عندي يتصار مثلا تماما والمشهد الثاني اللي هو بالشق الثاني من القصة اللي أنت حكيتها كنت راجع من رمالة بالليل جوز أختي ببعتلي بحكيلي أنه دير بالك عند عيلي فيه ولاد مستوطنين وأن هاي ولاد مستوطنين أكتر إشي بستفزني يعني مش مستوطنين فيه ولاد مستوطنين عن جد 15 16 سنة صح صح بس بيسكروا الضفة يعني أنت بالمنطق هيك فأنا بتطلع أنه لما وصلت عند إشارة عيلي لقيت أولاد فعلا موجودين بس أنا لما انتبهت الإشارة كانت حمرة فرح أوقف يضربوني وقفت قبل لفتحت الإشارة لأمشيت أنا بتطلع بمشهد هيك متقدامي أنه بشبه عن جد الضفة أنه أنت قدام أمر واقع موجودة أنه فيه حدا بدي يعتدي عليك ما بين أنك أنت بدك تدعى سي أو بدك تهربي أو ممكن تموت وقرارك اللي بدك تأخديه بلحظات ثواني ففعليا ما عندك هوا مش كتير أنك تأخديه وقصص كتير من القصص اللي ممكن تكون موجودة اليوم بالضفة هي بتشبه هيك يعني بتشبه أنه فيه مجموعة من المستوطنين الموجودين قرروا غيره مش واقع الضفة قرروا غيره مصار البني أدمين مش كمان بحوارة بس على مستوى الضفة كل ياتها وبظن هذا بالإعلام مش معكوس كفاية يعني على الإطلاق فلهيك أصلا رجعت بكتير أسئلة بترك أسئلة هنا يدعى الموضوع كمان من مكان تاني في جانب اللي شوي فاجأني حجم التعاون أو شكل علاقة آخر في المستوطنات ما بين العمال الفلسطيني والمستوطنات تحديدا مثلا إذا بناخد بركان نموذجا واللي هي الناس اللي موجودة فيها طبعا يعني بتشتغل من من القرى المحيطة كمان أري إيل فيها من القرى المحيطة وعيدة كمان من القرى المحيطة واللي صار فيه شكل تفاهم ما بين المشغلين والعمال إنه إذا صار فيه حدث أمني ما بين كوسينك زي ما هم بصفوه فيه قدرة عالية عند الشغيلة وعند المشغلين إنهم يرجعوا تاني يوم يشتغلوا بولك إنه صار فيه شيء وفيه لغة حوار ولغة اعتذار إنه أوكي تمام بكرة بتنحل القصة وبتخلص هاي العلاقة يعني بجانب كل الحدة العلاقة اللي كنت تحكي عنها وبجانب كل شيء ايدولوجي بحس إنه لو أنا ما كنت فاهم العلاقة اللي في الأغوار موجودة بقضية كيف المستوطن صار يشغل الفلسطيني على أرضه كعامل عنده يعني فيه أرضه يشغل وعامل عنده مقدرش أشوفها ما كنتش رح أفهمها عفوان بسياق تاني يعني كمان المستوطن اللي موجود اليوم اللي بحاول أقوله عم بتجاوز كل ايدولوجيته وبتجاوز فعليا كل أفكار مقابل إنه يعزز وجوده أكتر أو يعزز اقتصاديته أكتر أو يشغل الفلسطيني أو يعزز الصورة الدونية الفلسطيني هاي التناقض اللي موجود بالمناسبة بالنسبة للمستوطنين تكون أو خليكن بالنسبة للأستطان اللي هذا اللي موجود في منطقة تقريحة مش كتير مش كتير يعني تناقض لأن هو أصلا هدفه هناك هو الربح الاقتصادي بالتالي بدي عمال أيدي رخيصة تيجي تشتغل فيه من الضفة تعالى بتسترزقه وتشتغله عملي تمام صبابة بس مش رح تلاقي هذا الاشي النموذج موجود فيه تصار ولا موجود في عليه بس ممكن تلاقي عمال نظافة موجودين في أريئة ممكن تلاقي هم موجودين ببنة وفي مستوطنات هاي العلاقة المتشابكة بين المشروع المستوطن لأنه مشروع مبني على تمايزات كمان داخل يزا ما قلت بسمح لأنه يكون فليكسبل في كيف يتعامل مع سكان البلد الفلسطينية نفسه فبفتح مساحات أحيانا لقيتهم إنه يشتغل لو بسكر مساحات قدامهن عشان الهدف اللي لقيته بهديك المحل بالذات إنه يبعدهم عن المحل إنه يهججك فهو هذا الإشي التكامل اللي بصير أو تقاسم الأدوات إنه أنا بمنطقة الأغوار بشغل هين بس بالمعرجات بكبر منطقة الراعي طب عدتي مشان أهجج فيه تقاسم أدوار All in all المشروع الاستطاني ما بدك يعني هو مشروع سياسي الهدف اللي لقيته قلب الوقائع على الأرض تحويل الوقائع اللي موجود على الأرض بهذا إنه أوصل لمرحلة معينة اللي أأكد وأرسخ وأثبت حالة السيطرة والسيادة مش السيطرة السيادة اليهودية على المكان والفلسطينية بقدروا يكونوا عمال هنا سقائين وحطابين زي ما قالوا بسفر يشوع في مناطق معينة وفي مناطق تانية ما تردين من أصله مش موجودين فكله بتعلق كله بتعلق كيف أنت بتتعامل معاهن في هذه المحلات اللي تتعرف فيه بس عند عند سلفية تحديدا أريقيل بركان عيلي بركان فيها مجمعة يعني مصانع اللي بيشتغلوا فيه فلسطينية عيلي فعليا لما صارت عملية مؤخرا يعني صار فيه إنه حتى حديث في المنطقة صار عملية منرجع تاني يوم نشتغل وديني رواك أياد عاملة رخيصة نسبيا ما بقدر يجيبي أياد عاملة من منطقة تل أبي بشغيلها بس ما هي معادتش أياد عاملة رخيصة كمان لا أياد عاملة رخيصة ما زالت أياد عاملة رخيصة نسبيا لأي أياد عاملة تاني بده يجيبها طب هو هذا مش بعزز كمان الوجود تبع الفلسطيني في سلفية هو بيفتح أول شي كمان مرة هل بتقصد تتبيع التلسطيني للعلاقة القائمة أنه الإسرائيلي هو السيد والتلسطيني هو العامل هو التابع ولا أنت بتتحدث عن علاقات شراكة ومساواة أنت بتتعزز وجود الفلسطيني كتابع اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا ومشف هو موجود بالضبط بأفضل طريقة ممكنة من ناحية المستعمر يد عاملة تابعة تحت السيادة وتحت الأمر الإسرائيلي وراعي وليس مواطن أهلا وسعلا خليك موجود مشكلة أنا معي الفلسطيني كمستوطن هي باللغسة اللي بقول أنا بدي أكون مستقل زي زيك بدي أكون إلا أنا بدي أكون مواطن متساوي في دولة واحدة مبنية على مسواه أهلا أريد أن أكون موجود في دولة المستقلة اللي أنت مش لازم تكون موجود فيها في هذا الحال تريد أن يصير الصراع وهو هذا رب الصراع ولكن المزال أنت عامل وبتستفيد وتعيش ومطعم ولادك أه وأنا مستفيد وعم بعمل بزنس ومصاري أنت تابع بعلاقات القوة اللي موجود لا لأ طب هنا السلطة بتدقيق على هلأ فعليا بعد ما صار لازم الكل يتحول لهم المصارية عن طريق البنوك الفلسطينية صارت تدقيق على حسابات المستوطنات أنه بمعنى بتحول لوراتب وهو مش عم بشتغل المستوطني في أي خطوات بتعملها السلطة بما أنه طبعا بنحكي إحنا بمنطقة في هيئة مقاومة الجدار وفي السلطة في أي إجراءات بتنعمل لمقاومة للسيطان بأي شكل من الأشكال حقيقة يعني مش شايفي أنه فيه إشي على الأرض اللي هو معطي يعني واو وكمان تبي فير أنه بعرف أنه هيئة مقاومة الجدار بحاول يكونوا موجودين ويدعموا وعم جد بشتغلوا وبروحوا إلى آخر بس هذا مش برنامج كافي ومناسب من أجل مواجهة العربدة اللي عم بتصير الكرة الفلسطينية من قبل المستوطنين وتحويل حياتهم لجحين ليس كافي على الإطلاق واللوم مش بس على السيطة على التنظيمات الفلسطينية وعلى النشطاء الفلسطينيين وعلى غير على مستوى سلطة مش شايفين ما عم تعمل إشي مهم مش شايفين ما عم تعمل إشي اللي هو بغير مستوى يعني هن أفتر إشي هيئة هيئة مقاومة الجدار اللي بتحس إنه شوية ناشطين بس الباقي بتحس إنه في حالة ضعف مطلق ولا يرتقي لحجم الحدث ولا حجم التحدي ولا حجم الخطر هو مش يعني أنا بعرفش ليه ممكن أسائل التنظيمات إذا السلطة فعليا مش سامحة لتنظيمها إنه يشتغل يعني بما كان اللي هي كل نماذج المقاومة الشعبية اللي طلعت قطع الدعم عنها حوربت فقدت فقدت مساحتها فحتى الناشطين اللي كان بشكل تواصل خارجي فعليا إنه مثلا أو داخلي يقدر يعمل من البلد نفسها نماذج النبي صالح على سبيل المثال ما تم إنهاءها كلياتها فلما أنا باجي بتطلع يعني هون أنا مش بحمل السلطة بس مسؤولية هي السلطة اللي قمعت كل إشي غيرها فصار في عندي مصار خارجي اللي هو على إدانات ولقيلي مهم يعني هذه الحلقة كتير مهمة لأنه عن جد هنا إيدا اللي ما شاف ما بعرف شو يعني إضافة ستمائة وحدة استيطانية شوف أنا أكتر من إني بشعر بإني يعني بحالة هيك بحزن شديد 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 كل مرة بمرق وبشمش عم بسرحة الأرض وبشعر بغضب كبير عايش إحنا يعني الوضع اللي إحنا مواجدين في وبشعر بغضب كبير جدا على السلطة الشو بالدور اللي عم تعمله كيف إنها مش عم تقدر تعمل مش عم تعمل إشي للمرة متوقع منها يعني شو أحكي أنا بس حاسي بغضب وحاسي بإحباط وفزن شديد بس مش يعني جد فيش إشي يرتقي لا للحذر ولا الحجم ولا للكاث الشعبي الفلسطيني مكبن علي محزين وصادم أنا دائما بقول الأبرتهايد حبيبيني الأبرتهايد هو حالي مؤقتة ليس هذا في إسرائيل أبرتهايد إسرائيل بدهاش أبرتهايد إسرائيل بده دولي يهودي يعني هاي لسه الأبرتهايد اللي بتحكوا عنه وضع زفت مشهول هدا في الأساس تبعه هذي مرحلة مرحل لو وصل لأشي يبدأ يبدهاش أبرتهايد فصل بدهاش يكون فيه أشي ينفسه في المستقبل هو شكل نتيجة من نتائج الاستعمار اللي موجودة يعني أنت بتعرف الشارع تبع حوارة أشكرة يعني أنا هيك باجي بتطلع أول إشي سابقا كانوا لما بدوا مضيفوا وحدات سكنية بيجوا بمدله 300-400 متر لبرى أراضي فاضي بعدين ببنى الوحدات السكنية فبضم طول الوقت عم بضم وغير أنه أصلا فيه كمان 300-400 متر لبعد السكن اللي هي ممنوع حدا يوصلها لبعد الحدود ومده فإنتي فعليا في عندك مصار حوالين كل مستوطني ممنوع حدا يوصله هذا جانب جانب تاني السنة اللي اتفاجأت فيه كمان هنيدة كمية الكسرات اللي موجود اللي هي هاي بحث آخر يعني اللي أنت بتلاقي القرى والبلدات الفلسطينية فيه مستوطنة فيه كسارة وفيه قرية فلسطينية هيك المشهد عم بيكون بس زي كأنه فيه وحشين عم بوكلوا بمساحات القرى كلها كان مشهد صادم لقلي أن المستوطنات اليوم والجيش عم بهد بمناطق سي يعني عند أبني حفت سعز بتشوفي هو بهد محلات لأنه بنات أصلا هي بتبني من غير ترخيص يعني بين قسين اللي هو الرسمي فكان هاي إلى فترة طويلة كان مسكوت عنها اليوم بتاخد أكشن بهدم محلات وهدم مناطق سكنية طب هون فيه مشهد كمان إضافة جديد جرئة المستوطنين اللي موجودة كمان جديد الحالة اللي موجودة عند الجيش هي يعني جربت أنا أناظرك شوي بقضية أنه ممكن مؤسس الجيش تشوف في المستوطنين عبق بس المشهد بحوار أنا بوافقك هو بالآخر مشهد داعم بالكامل لحماية المستوطنين وحماية قصة شو عم بعمله وفي المشهد هذا الكبير صراحة على مستوى إعلام حتى على مستوى إعلام باجي بتطلع أنه اختزال الإشي بمستوطنين يرشقونا سيارة بالحجارة لا المشهد مشيك والمشه عملية ممنحة جدا جدا من أجل السيطرة على كل ما يمكن من الأراضي الفلسطينية المتبقي أرض أكتر عرب أقل هذه اللي كان الشعار من مئة سنة بعد المستمر أنا اليوم الصبح كنت اليوم الصبح آخر شيء قرأته على وزيرة النقل والمواصلات بتقول أنه بشدده وبركزين بشغل هاد السنة والسنة الجاي على مشاريع بنا تحتية لشبكات مواصلات وشبكات مترو وقطار وكذا عشان يوصلوا لمحل أنه في مليون مستوطن ممكن يعيشوا أنت عم بتكريد ستمائة الف في مليون مستوطن ممكن يعيشوا بالضف بدون اللوت على فكرة أنه مليون ممكن يعيشوا وهم مرتحين ومتسهلين وأمورهم تمام وأنا لقي لي في بصريا الشارع اللي هو من حوارة لزعترة اللي إحنا بنمرك فيه إحنا والمستوطنين الشارع اللي جنبه 200 متر لجنبك بنبنى شارع رايح جاي أشبه بهايوي رح يكون مرتب ومزبط المستوطنين عشان ما يتأخروا ما ينضغطوا بترويحتنا وروحتنا وجايتنا وحتى يحموا هالهم أمنيا فكل إشي رايح باتجاه سيطرة أكتر باتجاه نفوذ أكتر باتجاه توسع أكتر وباتجاه أن المستوطن أمر واقع يعني هذا باتجاه حشر الفلسطينية في كمتنات كتير صغيرة وصحق أي إمكانية لتشكيل شئ جماعي فلسطين بالتالي صحق صحق الوجود الفلسطيني هي عملية محو ممنهج للكينون الفلسطينية واستكمال اللي ما حدث بالتالي والخطورة بالمشهد اليوم أنه إحنا بروايتنا عن المشهد بتشخيصنا عن المشهد اليوم نتجنب مجابهة أو مواجهة أو الحديث صراحة زي ما جربت أعمال أنا وإياك اليوم لأنه فيه بروايتنا إشي طالع أنه هذا المستوطن إجا وجابه البيت عتركه وحطه وهو موجود بمكان تاني ورح يطلع واللي أنا بشوفه لا فيه إشي عم بنبنى مش لا ينفك فيه إشي فيه وجود حدا جاي مش عامل حسابه وأنه فيه مكان فيه بلان بي عنده بمكان تاني شكل الحديث عن أسعار العمارات والبنايات والشقق داخل المستوطنات وطريقة اختيار المستوطن لوين بده عيش وشكل المفاضلات هو عم بفاضل زي وزي بأي مكان تاني هذا المكان أو هذا الحيز مش إشي مؤقت وبتنجني لما تشوف النواة ومع كل هذا الصخب ومش عم بيكون فيه أي مقاومة لإله أو أي جهود يعني سواء دبلوماسية سياسية ولا غيرها لحط حد على الأقل لهذا المستوى المساء أنه إحنا ما زلنا يعني نتعامل مع الموضوع بمنطق تفكير سنوات التسعين كأنه لسه موجودين بأوصله وعم بنقش على موضوع أوصله وبقول إنسحب من مناطق معين هذا الكثير صحيح شكرا هونيدا أنا بالعادي بنهي بسؤال لذيذ زيكي عشان نفصل هيك نقلب المحطة شو وضعك مع المقلوبة لا مش أكتر لأكل بأحبها لليه إيه في عند أكلات كتير أسكأ أنا من المقلوبة حيث بأحبتش أعمال أنا قدام قدام للدوالي ولكن الدوالي فيش إشي بوقف أنا طبخة طبخة الدوالي بعدها بصير بصير الأمور يعني بصير التدرج بعد في فجو هيك مئة سنة وبعدها بصير الأمور تتدرج طب شو سرك أنت بالدوالي طبعة شو سرك بالدوالي طبعتك أنا بعمله أنا بسويه مئات وزد من طلقيت الوراء لا كل شي بس شو بصمتك اللي بتميزك عن مكان تاني بس ما بعرف أنا دائما يعني دائما لما بعمل الدوالي فهذا بنستلاقي الإفنت يعني فإنه أنا لازم أحط فيه أنا بحط نعنع على فكرة بحط باكدونس وبحط بحط تلف تلف معه هذا شي غريب شوي مش الجمعة شكرا شكرا كتير هونيدا يعطيك ألف عافية ممنون لك شكرا جزيلا لإلكم يعطيكم ألف عافية هذا حوار يعني زي ما حكيت بالمقدمة محاولة لفهم المشهد اللي موجود اليوم بعيدا عن الصور النمطية اللي أنا خلقت عليها بشيء بتجاوز الحوار اللي بلش بالسيارة مع أبوي وإمي بشيء بتجاوز حتى الصور النمطية اللي بتم الحديث عنها في الأخبار في مشهد اليوم أكثر ثبوتا من كيف بنحكي عنه أكثر واقعية من كيف بنحكي عنه وبنظري هذه كانت محاولة لتفكيك المشهد عشان أفهمه أنا أكتر وبتمنى كمان يكون ساهم بفهمكم أكتر أو بتكوين صورة أوضح وأدق شوي عن أوضاع المستوطنين والمستوطنات تحديدا في الضفة الغربية شكرا جزيلا لإلكم ونلقاكم في حلقة قادمة شكرا شكرا